موسيقى موسيقى مساء الخير لكل متابعي القرى والجماهير في كل مكان اهلا ومرحبا بكم النهاردة حلقة مميزة وكلها انتصارات يعني حتى لو حضراتكم لاحظتم معانا انا بارتدي اللون الابيض وبرتدي اللون الاحمر حاجة ولا اروع كمة الانتصارات مبارح في رحنا بالنادي الزمالك النهاردة بنفرح بالنادي الاهلي الف مليون مبروك للقرى المصرية والف مليون مبروك للنادي الاهلي والف مليون مبروك للنادي الزمالك حلقة مسيرة ما شاء الله كلها انتصارات كلها أفرح طبعا حظ الحلو النهاردة أن بيشاركني في برنامج القرى والجمهير النهاردة الزميل العزيز لست محمد رمضان منورة كابتل محمد حبيبي يا كابتل أحمد مسأل فل عليك وطبعا يشرفني أن يكون في القرى والجمهير كل برامج الراضي هنا تعتبر تيم واحد طبعا أنت كنت في برنامج وكل روح راضي من الأسبوع اللفات أنا وده برنامجي والنهاردة أنا في القرى والجمهير اللي هو برنامج كابتل أحمد سعيد بيشرفني طبعا بيشرفني يا كابتل بس ملحوظة في المقدمة بيقول لك أنا لابس اللون الأبيض وهو لابس اللون الأحمر وأنا لابس اللون الأسود عالم مصر وانت الحقيقة عالم مصر اهلا بيك كابتل أحمد والرحب بالضيوف الكرام معنا طبعا كابتل محمد جمال نجم نادي الزمالك والمدير الفني لقطعات الناشئين في نادي الزمالك منورة كابتل محمد أهلا بيك يا كابتل أحمد وأهلا بيك يا كابتل محمد أهلا بيك برضو معنا نجم جميل من نادي الزمالك أيضا الكابتل أحمد صلاح مدير الفقراص المرمى في قطاع الناشئين من نادي الزمالك منورة دوني يا كابتل أحمد أهلا بحضرك يا كابتل أحمد وسعيدنا موجود من حضرتك وكابتل محمد وكابتل محمد منورنا 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 من فيلسوف التحليل كالعادة الكابتل سعيد الشناوي والاتحاد المصري لنبج العنف منور الدنيا يا كابتن سعيد أولا نديني في وجالة سريعة كده عشان مقدمة لازم أقولها سريعا كده أولا يوم صهرة انتصارات وصهرة عظيمة وصهرة جميلة النجوم كبار كابتن محمد جمال كابتن أحمد صلاح القامة الكبيرة والذي أعاد قناة الصحة والجمال بسوبها الجديد وبالانطلاق الجديد القسم الرياضي الكرة والجماهير وحضرتك اللي منور الدنيا كلها وصهرة جميلة رائعة جدا 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 تكاد تكون قل ما يحدث هذا الحدث في تاريخ مصر وحاجة جميلة منصار جميل وصهرة ممتعة إن شاء الله بإذن الله وطبعا يا جماعة طبعا ما يفوتناش لا يفتى ومالك في المدينة ننتائز فرصة وجود الإعلام الجميل المميز لأستاذ محمد رمضان معنا النهاردة ولازم طبعا نشوف عنده ومخبرنا ايه في الصهرة الرياضية النهاردة تفضل عز محمد لك ما تشاء أنت بتزنون على الهواء عاوزين نعرف المشاهدين بس الحلقة كانت ساعة عشرة وتأخرت بسبب أستاذ محمد رمضان عشان بس دي حقيقة دي حقيقة أنا سبب في التأخير على الهواء وأنا باعترف بالخطأ ما فيش مشكلة كان فيه خطأ بس في الخريطة وأنا باعتذر للتأخير بس سياس صهر مطولة وطبعا ده عشم تتعاود أكادت محمد أكيد أكيد لا تفرقنا عمانتش الوداد والنجم الساحلي برضو والوداد والنجم أخرنا شوية برضو تفرقنا عليه برضو فالنجم الساحلي برضو كويس ما نخش في الكور ندخل يا نجم نخش في الكور نبدأ فيه؟ نبدأ أهلي ونسوندونز ولا زمالك وترجع عشان هو اللي جاء الأول طب زمالك وترجع عشان حراككو زمالك كويه؟ لا 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 عشان تحصب على الفترة على الفكرة أنا محايد جدا وباحترم النادي الأهلي جدا أه باعشك نادي الزمالك وده بيت الأول والأخير بس طبعا أنا لعبت منتخب مصر قبل كده تشرفت ولعبت وكانوا زمالي كلهم في المنتخبات فكلهم حبيبي وما فيش حاجة اسمها تعصب عندنا وبالعكس احنا دورنا هنا اللي احنا بنقول للناس ما فيش نبز للتعصب وكلنا أخوة وأنا فرحان للأهلي كسب النهاردة وإن شاء الله الزمالك يعبدو في النهائي وإن شاء الله الزمالك سعد أنا في البطولات الأفريقية قلت على أهو في الحالة اللي فاتت أنا في البطولات الأفريقية أو البطولات اللي فيها الزمالك بيشارك فيها باسم مصر أنا بشجعه وأتمنى أنه ياخد البطولات دي لكن لو هيقبل الأهلي نشجع الأهلي طبعا لأننا وده حقك زي ما أنا هتمنى إن شاء الله لزمالك يكسب النهائي لكن لكل روح رياضية أتمنى النهائي مصري مصري لأول مباراة بإذن الله طيب نخش في مباراة الزمالك عشان هي كانت الأول بقى طيب الزمالك والترجي لعب مباراة هنا خلصت 3-1 فأول المباراة الترجي أحرز هدف الزمالك كان ارتبك شوية لم أوراقه خلصت المباراة 3-1 حللنا واتكلمنا فيها رحنا للقسم الثاني المباراة هناك في أول 4-5 دقايق الزمالك يجي فيه جون من ضرب الجزاء أي حد بيتفرج على المباراة في اللحظة دي خلاص إحنا كده طب تلعب في تونس وفي رادس ومع الترجي وبالجماهير دي كلها وخش فيها جون في أول 4 دقايق وفاض الجون واحد الترجي يسعد والزمالك يتماسك بالشكل ده وياخد النتيجة لبر الأمان وتخلص 1-0 ويسعد الزمالك في أحداث كتيرة جدا تمت أثناء المباراة هاخد من كل واحد فيكو كده من وجهة نظره إيه اللي وصل المباراة لكده أولا أنا يعني فعلا الموضوع مش سهل خالص اللي أنت يجي فيه جون أول دقتين من ضرب الجزاء وجمهور كبير جدا كلنا حطنا إذننا على قلبنا وقلنا ممكن فعلا الزمالك في أي لحظة يجي فيه جول تاني بس الحمد لله رجالة نادي الزمالك قدروا يحفظوا عن نتيجة ومستر كارترون بصراحة تعمل مع المباراة بشكل جيد وحتى في تغييراته كانت متأخرة شوية بس عملها بشكل كويس وأفل بزون ديفينس أنا ليا بقى موقف طريف أو ذكرى كويسة في رادس لأن أنا كنت بلعب في منتخب مصر وكان ليا أول شرف ليا أول مطشي رسمي دولي ألعبه ضد تونس في تونس وكانت بلعب دولي دولي منتخب ناشين 17 سنة تمام؟ أول خمس دقايق جي فينا جونين تخيل نفس الجمهور كده كانت 97 97 تمام؟ لا 96 لأن التصفيات دي كانت دخلتنا بطولة أفريقيا 97 أول مطشي رسمي دولي بنلعب نزلنا مع تونس في دقيقة ثلاثة في جي فينا جون الأول في دقيقة خمسة جي فينا جون التاني طبعا كلنا خلاص قلنا هنشيل المباراة روح المباراة روح بفضل الله بفضل الله تمسكنا وقدرنا نخلص الشوت الأول اثنين اثنين أنا بفضل الله جبت يعني كان زميلة أشرف عبد الجليل كان بلعب في وسط الملعب شوط شوتها كويسة وبعد يجي درب الجزاء فأنا الحمد لله كنتم متخصص في المنتخب اللي أنا شوت درب الجزاء فتعدلنا اثنين اثنين ونزلنا الشوت التاني لعبنا على هجمة المرتدة وبفضل الله كزبنا خمسة اثنين خمسة اثنين خمسة اثنين في تونس في رادس في رادس في رادس وفي الجمهور ده عاوز أقولك اللي احنا اليوم ده ما كناش هنطلع من من الستاد أصلا جمهور متعصد جدا أنا مستغرب هما بيحبونا جدا برا الكورة عشان انت تكسبهم وفي ملعبهم بيقبوا فعلا بيقبوا حاجة تانية خالص انا اقولك احنا بعجوبة طلعنا من الستاد شماريخ ازايز حاجات غريبة جوية كانت بتحصل فبفضل الله يعني اقدروا الشرطة التونسية اللي هي تطلعنا وما جوه هنا على فكرة الماتش العودة قابلناهم بكوي كويس جدا وكسبناهم 2-0 هنا والموضوع كان عدينا العقبة بتاعتها وبعد كده وصلنا غينية لعبنا مباراة هناك عدينا 0-0 وهناك سيبنا 2-0 وقدرنا نوصل لبطولة أفريقيا ببتوانا 7-9 للحمد لله اللي احنا اخدناها سنة 7-9 مع الدكتور محمد على الله رحمه وقد انشأوا غريب فانا بقولك انا حسيت ساعتها من البلانتي جيه بتاعي تذكرت المباراة ده فعلا بقولك اول خمس دقايق وليه انا لو نخصت كلامك كابتن هتقول لي كارتيرون عمل خطة قويسة وتمشى مع المباراة اللعيبة لعبت برجولة وتمشت مع المباراة في التسعين دقيقة والملعب وشه حلو على الفرق المصري ده التلات حاجات بالزبط كابتن من وجهة نظرك نفس السؤال والله انا شايف الهدوء اللي عابت الزملك والتركيز هو الهدوء التركيز ده التزميل محمد بعد إذنك معنا مدخلة نقود المدخلة الأول بعد إذنك كابتن أحمد صدر محمد عليكم السلام الف مليون مبروك يا طبرة الف مبروك للأهلوية وللزمالكوية زي ما قلت لحضرتك الف مبروك يا سواء السعيد الله يبرك تلك الف مليون مبروك لجمهور الأهل وجمهور الزمان طبعا ما انت عارف معنا مين دي في النهاردة معنا كابتن محمد رمضان زميلي العزيز مقدم برنامج بكل روح رياضية ومعايا ومعايا كابتن محمد جمال وكابتن أحمد صلاح وحبيبك بقى فيلسوف التحليل لكابتن سعيد كلهم كلهم غنيين عن التعريب الله يخليك الله يخليك تحب تقول للضيوف إيه يا كابتن سعيد أقول لهم بس نتمنى النظام يخيف وفرقة مصرية تاخد البطول إن شاء الله كلمة ما تنفعش تعادي ما كانش أهنة لكن مباراة للأهل النهاردة تأكد إن الأهل فريق قو جدا أحييك بس قو جدا تكتيكيا كان مستواة الأدوار الأولانية ما كانش أهنة لكن أثبت إن عنده تفيع مدين وحارس مرمى كمان وحارس مرمى لدين بقى عندي حاجة في الحتة تحرص المرمى دي إحنا لو جبنا اللقطة بتاعت أبو جابل إمبارح في دقيقة 87 الكرة اللي مساكها من على خط المرمى وجبنا لقطة الشناء والنهاردة في دقيقة أربعة بيشيل انفراض الكورتين دولك اللي أهلوا الأهل والزمالك للنهائي الله نور على حضرات طبق تحديد خلاصة بتوعنا هم السبب صح وكذلك المدربين بتوعنا صح صح يا كابتن سعيد ده مش مهندس إزاك يا فعل أشوف التحليل عامل إيه حبيب قلبي الحمد لله بخير أخبار ربطة مشجيع نادي الزمالك بالعاش من رمضان إيه كلهم مبسوطين جدا جدا وكذلك برضو ربطة الأهل إيه مبسوطة جدا 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 إنما إيه الحيادية اللي طرقت عليك مرة واحدة كده بتبقى إن النهاردة كنت بشجع نادي كويس 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 كنت بشجع الزمالك وإحنا كلنا كنا مع الزمالك على فكرة أحييك يا بسم مهندس والله بس أتمنى أسوز أحمد صوت يوصل لحاجة واحدة بس فضل البرامج دلوقتي يريد تتعدل بقى البرامج الرياضية تمام ماينفعش أكون عند مباراة بكرة بلاعب الترجي وأجيب واحد يا محمد إبراهيم وقول له تسيب الزمالك ليه ينفع أحييك الأول بس عشان ما نتكلمش عن حد بشخصه أو برنامج بشخصه عشان ده مش هينفع ولكن إحنا هنا بدورنا بنحاول نقدم اللي بنشوفه من نوبة نظرنا إن كان هيفيد الفرقة أو هيفيد اللعيبة ولو بننتقد بننتقد للصالح أو لو بنشوف حاجة غلط بنقول إن ده غلط أو ده صح بدون تدخل بأي قناة تانية أو أي برنامج تاني إحنا دورنا هنا هنتكلم عن إحنا شايفينه إن كان فرقة الأهل أو فرقة الزمالك أو في منتخب مصر أو في أي فرقة في الدور المصري أو أي لعبة موجودة في مصر ننتقدها للصالح ونقومها للصالح لكن ما ليش علاقة برنامج تاني إجاب كذا أو برنامج تاني يتكلم عن كذا ده هو حر بقناته أو حر بالبرامج بتاعته يتكلم فيها كما شاء هو من وجهة نظره شايف الصحة إيه والغلطين بس إحنا برضو هنا برضو يا كابتن محمد يا كابتن سعيد إحنا بنشكر حضرتك يا كابتن سعيد هيا كابتن سعيد تصار معانا يا كابتن سعيد ده برنامج زميل برنامج في القناة مجاورة زميلة لها حرية البرامج بتاعتها تجيب اللي تجيبه تجيب الديوف اللي تجيبها تتكلم كما تشاء دي حرية لكن هنا أنتقد من وجهة نظري إن أنا أبني أنتقد من وجهة نظري إن أنا أقول للأحسن أبني للأحسن في اللي أنا شايفه مش في برامج ممكن أوضح نقطة برضو يا كابتن محمد للجمهور اللي بيتابعنا سواء بكل روح رياضية أو الكرة مع الشنطوري أو بدون أهداف أو الكرة وجماعير أي برن أو صرخة ناشئ برضو على قناة الصحة والجمال جميع البرامج الرياضية أو هقدر أقول القسم الرياضي في قناة الصحة والجمال وتحديدا التابعين لوكالة جو ميديا نحن نلتزم الحيادية الكاملة ونبنشتغلش لحساب حد لا برضو كلمة دي كلمة دي كلمة دي كبيرة مش هينفع لا بشتغلش حساب حد ده بس ما لنش علاقة حد ما فيش حد ما لنعمرش حد بشتغل حساب ممكن يكون في نقدة بناة بس عشان بعد كده احنا ما بنصفش بس أوضح نقطة ببعضك الصحة تفضل ببعضك يا تبحمد تفضل كابتن أحمد المشاهد المشاهد من حقه يعلق كما يشاء جميل احنا ضرنا كحياديين وكموضوعيين وكحرفيين خلت بالحضرتك ونحترم أصول المهنة زي ما بقولوا خلت بالحضرتك طبعا أقصد حضراتكم طبعا ولكن المشاهد له الحق في العتاب على أي مكان إعلامي حقه حقه ولكن أنا بس أوصر رسالة كافة سيئة هقول لك أحبك لحاجة أوصر رسالة بسيئة سواني بس عشان أنا برضو أنا محطوط في السؤال ده أو في الوجهة النظر دي زي ما أنا مقبلش حد برنامج تاني يذكر اسمي أو ينتقدني في مكان تاني لا سكرة أسماء يجي ينتقدني هنا على رأسي من فوق ما عندش قدنا مشكلة هتكلم معاه وقوله وجهة نظر فمش هقبل فمش هقبل إن حد يذكر اسم أي حد هنا ينتقد في برنامج لو موجود هخليه ينتقد برغوة هلأ المحمد إبراهيم موصل معلومة لكابتن السعيد يا مساء الفل مساء الفل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا أنا مقصودش أحد باسم أثنين على رأسي على رأسي يا كابتن السعيد أنا بس بقولك وجهة النظر يا الله العظيم أنا مقصود برنامج باسم وأنا قلت بذكرت اسماء أنا أقول يا رب الإعلام كله ما ينجيش بس ولا الأهل ولا الزمان سالسعيد بعد إذنك باش مهندس بعد إذنك باش مهندس سعيد بعد إذن حضرتك البرنامج الكرة والجماهير وبكل روح رياضية إيه رأيك في هذا البرنامج الأقصر انفتاحا على الشارع الرياضي المصري بتدخل تقول أبوابه كلها مفتوحة بتقول رأيك بحيادية بتتكلم بروخية هذا البرنامج ألم يحدث في الشارع الرياضي المصري طفرة لم تمر بها ألم يمر بها الإعلام الرياضي من قبل في مصر حقيقة منبر عالمي فإحنا يعني عارفين حضرك ما تقصر جميلة كرتنس سعيدة بس وجهة نظري إحنا تطرقنا من تحليل المباراة دخلنا في جزء تاني أنا وجهة نظري طيب خليني خليني بس أوضح لك وجهة نظري برضو عشان ممكن تكون يعني إيه مش عارف أوصل لك وجهة النظر وجهة النظر أنا بحب الرأي والرأي الأخر جدا ولكن لما جاي أنتقد يحق الرد للشخص اللي أنا هتكلم عنه أو صاحب البرنامج هتكلم عنه لو أنا عايز أنتقد برنامج بعينه هاتصل بالبرنامج ده هنتقد البرنامج ده لو أنا عايز طيب اسمعني طيب لو أنا عايز أنتقد شخص معين يا إما يكون موجود وانتقده يا إما أجيبه على المكالمة دلوقتي وأقول له أنت غلط في واحد اثنين ثلاثة أربعة مفيش أي مشكلة لكن هنتقده بعدم وجوده وهو في قناة تانية أنا مش هسمح به فده وجهة نظري احتراما لأن أنا مش هقبل حد يجيب سيرتي في برنامج تاني يقول ده قال صح أو قال غلط يجي هنا وانتقدني ويقول أنت قلت صح أو قلت غلط أنا آسف بس أكابتني سعيد لوجهة نظري شكرا لحضرتك وصول سعيد ورسالتك وصلت ومتشكلين على المداخلة الجميلة دي نحنا أسفين أننا خرجنا عن الموضوع نرجع 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 تمام الكابتن قال كارترون واللعبة اللعبة برجولة والملعب والشحل وعلى الفرق المصرية ده ملخص الموضوع اللي قاله وطبعا تركيز لعبة الزمالك والهدوء اللي هما كانوا فيه في طوال المباراة هو ده كان سبب من أسباب أنه الزمالكي يخرج من المباراة مستر كارترون صراحة أنا شاف المباراة دي يقدرها بكل ذكاء جدا أفل على ثلاث لعبة اللي هما حمد الهوني وبرهيم أطارة وفيه بلال بن ساحة دول هم أكثر ثلاث لعبة موجودين في التراجي فإذا المستر كارترون هو قفل على ثلاث لعبة ده من نص الملعب خلهم يعني يتحجموا في نص الملعب ما يروحوش على مرمى بوجبة فشاف أن ده كان نجاح جدا من مستر كارترون غير برضو أن الحاكم مصطفى غيربان من الحكام ممتازين جدا بصراحة أدار المباراة يعني كان فيه صراحة فشاف أن دول من أسباب من أسباب وزنار الزمالك ووصول المباراة باختصار شديد جدا الحرب النفسية التي سبقت العاصفة وهي عاصفة رادس واللي الإعلام التونسي صورها على أنها موقعة موقعة في الجاهلية اللي استمروا تاربيين سنة التفوق كارترون تفوق الجهاز الفني في شيء مهم بغاية في الأهمية وهي أعاد لعيب الزمالك إلى السقة والهدوء وتميز لعيب الزمالك بالشخصية العالية جدا وابتعدوا يعني خدهم في سكة تانية خالص بعيد عن ما يدور من حرب نفسية تعرف الأدوار دي كلها ما هي إلا حرب نفسية وشغلة اكتيك الزمالك تفوق على نفسه الزمالك خط الدفاع كابتان أحمد صلاح وكابتان أحمد جمال الزمالك عمل عملية تمركز عالية جدا حازم إمام لأول مرة أشوفه ما يخطأش في مباراة كانت راوعة جدا الخط الدفاع أجاد وكارترون أجاد التكتيج بتاع كارترون هو اللي عدى فرقة الزمالك هزي الموقع الحربية لا كنت بسمعها موقع حربية في استاد رادس والف مبروك للزمالك تماما كابتان أحمد منافع في سؤال مهم مهمة كابتان أحمد أنا لسه بدري داخل أنا صار طويلة أنا كنت عاوز ذات دي بس لونش حقه بصراحة لأن أنا كنت مدافع لونش مباراة تفوق على نفسه عمل مبرعلية جدا كورة العالية يقول لها بتاعته بصراحة أول مرة أشوف لونش هو اللي شايل محمود علاء يعني محمود علاء الفترة اللي فاتح كان مدافعين المميزين في المنتخب والزمالك محمود كان يعني فيه ربكة شوية لأن أول ديئتين تسبب في ضرب الجزاء فأنا كنت عزره شوية اللي هو ممكن يكون متنشن ممكن يكون خايف تحصل مشكلة كبيرة بعد كده الونش قدر وهو وراه أبو جبل اللي هو يشيل نادي الزمالك فعلا بجانب الروح العالية للعيبة وسط الملعب القادة طارق حامد اللي هو اللي أنا بقول طارق حامد ده لعيب بيتكرر كل خمسين سنة مرة تمام زيو زيو ما أنا هقول في مصر ولا في مصر يعني هو شوية برضو كان يعني أنا شوية كان لعيب كورة بس روحه ممكن تكون مش زي طارق قائد طارق قائد من غير شارة يعني كابتن سعيد بتكلم على حازم اللي هو أول مرة أنا في النادي باستمرار طارق قائد من غير شارة يعني إيه روحه يدي روح عالية جدا بيساعد المدرب بشكل كبير جدا خليها لكن بالضبط بس أنا بس مع اختلاف المراكز مع احترامي أنا شايف طارق يعني أنا أحمد لعيب تدده كتير وكنا بنالعب منتخبات فترة مع بعض لا طارق روحه عالية جدا طارق بيعني بيلعب بشكل كأنه آخر المباراة ليه إنت حتى تتلاحظ بعد الجول اللي ما جي فينا البلانتي دخل الوحيد اللي دخل ميسيكو القورة في وقت زي ده ويعني اللي انت بعده قد اللعبة الزمالك ما تقلقوش يا رجالة إحنا رجالة وقفين على رجلنا ومش مهم أنا معاكم الحاجات دي وصلت وراح لمحمول علاء قال له انسى الجول هنكسب هرجع أقول لك برضو زي كابتن أحمد فتحي كابتن أحمد فتحي لما معلول حط الجوان في سندون استريمان كان الهدف الأول كانوا رحين كان فيه صورة واضحة كانوا رحين يحتفلوا نحو نحية الراية واحمد فتحي عمليش يشاولوا يلا عشان هنجيبي جوان تاني طبعا طبعا لأن المباراة ما انتهتش انت كسبت واحد صفر النهاردة ممكن يجي فيك أربعة جوان وتطلق المباراة تسعين دي وده اللي احنا تعلمناه وبنعلمه للناشئين معانا والناس اللي لسه طالع المباراة تسعين دي ايه اما تفرحش اللي انت كسبان واحد صفر او اتنين صفر ممكن تخسر تمام معانا مدخلة كابتن محمد استهزنك تفضل كابتن علوه رحم عليكم السيد محمد السيد الخير يا كابتن أحمد السيد الخير يا كابتن أحمد ذا كباش بمسي على ظهبك كرام جمال عميب عميب سألفل عليك وابدأ بقى بالكابتن محمد رمضان نكملها معا تسلم تسلم يا غالي تسلم ربنا تسلم عميب باركله برضو على الوكالة اللي عمالها برضو في القناة الصحة والجمال يعني شغلها على كابتن محمد ببارك لك من كل قلبي والله الله يبارك فيك ربنا يخليك يا غالي تسلم طبعا بمسي على كابتن محمد جمال والكابتن أحمد صلاح أعلم بحضر وطبعا بقى حبيب ألب الفيلسوف وفيلسوف التحليل مظلوم دائما كابتن زعليشي زمال كوية انتوا بقى كده مع بعض يا بحمد تهمني؟ كسر بحضر 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 رياضية والله يا كابتن أحمد اه انا عارف يبقى تابع على نفسييا ببارك نافي الزمالك العالم توقعك ايه بحمد للأهل والزمالك ان شاء الله ممكن يتقابله في النهائي ودي تبقى اول مرة بيضاء حمراء في النهائي بيضاء حمراء ان شاء الله رب العالمين حمراء بيضاء في النهائي ان شاء الله يابو حميد ان شاء الله يابو حميد الاهل والزمالك فرصهم بتتعدى فوق 50% ان شاء الله بأمر الله ان شاء الله فوق 90% يا كابتن أحمد ان شاء الله بأمر الله figاله لأنا عالم العظيم الجامير العظيم وكامي العظيم شكرا لحضرتك يا عز محمد هروح لسؤال مهم يا عز محمد للكابتن أحمد صلاح تشايف حضرتك دلوقتي خلاص النهائي خلاص يا مصر يا المغرب. يا المغرب. اهل وزمالك مصر. وداد والرجاء والرجاء مغرب. اه ضغط الجمهور سلاح رهيب. وخصوصا في شمال افريقيا. اه والفرق دي بتعتمد ان ده سلح اول لفرقها. خصوصا ما بيقابلوا الفرق المصرية. سهزولك انا حاجة. فضل. متهائل مش هيبقى فيه ضغط جمهور مع الاربع فرق دول. اه. نضر بركان هيلعب المصر ان شاء الله بدون جمهور. تمام. اه. عشان فارس كورونا. بس المعارض وجمهور وجمهور المغرب. لسه بدل. في الحدة. في الحدة والعصابية. بس جمهور المغرب اقل من تونس. اقل. اه. يعني صراحة عندهم روح يضيئة عيلة جدا من جمهور المغرب. يعني مش هيبقى فيه ضغط جمهيري اول. انا لعبت في تلات دول يا كابتن. لعبت في تونس زي ما قلت لك ولعبت في الجزائر ولعبت في المغرب. فعلا المغرب اكتر. اكتر اكتر جمهور ممكن يشجعك. ممكن يشجعك. ممكن يشجعك. طبعا. نادي الرجاء طبعا. يعني السندي بيقدم مردود هيل جدا. ونادي الوزيل الصراحة برضا. طب اه. ناخد المداخلة دي برضا. اه. علو. علو. مسايد خير. يا بخير افندم. مين معايا. السايد افندم من جنيه. الصعيد. الصعيد. رجالة الصعيد ازاي كاو سا السيد. اهلاوي بقى ولا زمالكاوي الاول اهلا السيد. اهلاوي. لا زمالكاوي الاول. خلف مكسابكم. الحمد لله كل من مهاردة زمالكوية. بس انت روحك رياضية يا سا السيد. اهلاوي السيدة يا حرة تحول اللي اضيف عشان اعرف اتكلم بقى على الاهل. نعم. الله يبرك فيك. الله يبرك فيك وحييك. حييك على كل روح يبدو. الف مبروكة يا76 سيدة للزمالك والف مبروك للنادي الاهل. وان شاء الله الاهل والزمالك في النهاية. شاء الله باذن الله. تحب تقول ايه بقى لضيوف النهاردة؟ لا بحب يا مساء لو Alguns الكباءات الكبار ومن يوم يعني. من يوم الخرى مسيت. الله يخليك الله يخليك الله. مهما سأل فل عليك يا سيد. هتتوقع انا اه يا سيد مؤابلة الاهل والزمالك في النهاية ان شاء الله ان شاء الله و شكرا على الاتصاله فيه تفاولة احيان ان الاهل والزمالك يوصل للنهاية نا احترام برضو رجاءه الوداد ده من الاندار لا فرقة قوية جدا جدا و لا احترامها طبعا بس انا شاف ان شاء الله من الزمالك والاهلي عايبوا فينا ان شاء الله و اعزو لك لحاجة الاهلي والوداد نهائي من سنتين و كان نهائي من سنتين و الاهلي خسروا واحد صفر في الوداد و صفر صفر في القهرة صحر طيب معاك ايه تاني يا عز محمد؟ مرحق كتير بس انا اعزو لك لحاجة بس في لقطتين انا عايز اتلامك كلمة بس لسه مدخلناش في بروات الاهلي والاهلي ده لسه بالوعب بس لا فيه لقطة بتاعة ابو جبل واللقطة بتاعة الشيناوي انا عاوز اديف حاجة انا عاوز اديف حاجة بعد اذنك اللي قالها طب انا ازل لك صورتهم؟ اللي قالها كبه محمد جميل طب لو صورهم جاهزة معاك يا اميرة يريت نشوف لقطة ابو جبل ولقطة الشيناوي معاك كبه صورة هترد فعل هاي لا من محمد ابو جبل لا انا مقصدش صورة هترد فعل لقطتين بيعدوك لقبل نهائي طبعا يعني يعني ده معنى كده معنى كده ان حرس المرمى حرس المرمى لحد اخر لحد اخر لعب برا بالاحتياطي مركزين لدرجة غير عادي ده الشيناوي معانا هو؟ ده الشيناوي الشيناوي في دي اربعة النهاردة ينقذ انفراد بطريقة غريبة افضل ضربة حرة تطرفع من فوق اللعيبة الشيناوي يكون مخل بالك الشيناوي دايما وده كرة تاني ديكرة تانية قالت لش champagne كانت في نهاية الش Elliott التاني كانت لا، إنفراد التي against il-4 ، هذه اللي أفرب الصورةnde فوق ده الإنفراد الصورةالتحدة التي تجد في الشود-ئت التاني في الآخر وعيش كرة taboo talking وعتين به abo gebel الكرة دي الى صعدت الزمة ووالمشلا في ديقة كان في ديقة 87 وقت قاتل وقت قاتل وبعدين جابها في حالة كان مفيش رؤية طيب نزل التعوز محمد انت طبعا الكابتن احمد حارس مرمى وحارس مرمى ما شاء الله مدرب كبير طبعا تتطفق معايا ان لو قرة دي هدف لا يسأل عنها ابو جبل هو طبعا الرؤية ما كانش شاهد كويس الكرة دي بصراحة يعني بالنسبة تسعين في نهاية كله قال جوه محمد ابو جبل نقولك ليه نفس الكرة دي نفس الكرة دي في الكأس الكونفودرالية الدور التمانية تقريبا حصلت مع جنش فيها شك انها دخلت بعيدا عدل جبل بس الطريقة دي بالزبط كانت نفس الجول كانت أحمد ابو جبل دي أصعب لان كمان زوية الرؤية كانت معدومة هو رد الفارق سعو هو اللي خلاف صراحة بس نخرج من الحتة دي احنا عندنا أقوى اتنين حرات صار عظيمة في أفريقيا لا والاحتواتي كمانا اللي نحن خلينا نتكلم بصراحة بس خلينا على اللي بيلعب على الأرض كابتن متحط صالح الحكم الجميل آلو كابتن متحط مساء الفولة كابتن متحط الخير يا كابتن وحشنا كتير والله والله العظيم حضراتكم من وروني الشاشة وعودة حميدة لكابتن حمد رمضاني الله يخليك الله يخليك الله يخليك ده نورك ده نورك يا صميت حت صراحة كباتن محترمة كلهم كلهم قاموا محترموا جدا أخواتنا الكبار وكابتن مع كبار ومساء الله دائمين كده من قرنش في صعوبة يا كابتن محمد رمضاني الله يخليك يا كابتن متحط وحشنا كتير عزرني الفترة يا فاتت كنت بعيد حلقات ما بطلعش الله يخليك الله يخليك والكابتن حمد برضو حرمش حرمش وحواتنا للزمالك وحواتنا للأهلي نتكلم بقى عن موراق ما نعايز اسألك بقى سؤال بس بس استناني بس كابتن متحط ماكيد شفت المباريتين كمان ايه رأيك في الحكام لأ ما شاء الله لأ الملكاني مستوى غير بالبالبتاعي الترجو والزمالك حاكم عادي جدا هادي جدا سبتن سعالي ما شاء الله بقدر بكارجة سماء انو ما شاء الله احصل عليها النهار دا يعني اول مرة لانك ماشي بقدر بقدر جاء النازرة كتخافة منه ما شاء الله النازرة كويس وقدر لكل فريق حقه صح تمام بس ليه وجهة نازرة كابتن محمد واتمنى برضو الكابتن يشاركوني فيها تفضل تفضل ايه ليه مثلا فكرة معينة تحكميا تحلل المتشاط او برامج معين خاص بالحكام او يحل المباراة التحكمية انت عايزني عايز نحرق حاجات مش عايز اقولها انت عايز نحرق بص يا كابتن متحت انت عايز نحرق حاجات مش عايز اقولها بس انا خلاص ما عنديش مشكلة لا 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 سواني بس هنحلل بها بص يا كابتن متحت فيه برنامج متخصص عن التحكم وفيه برنامج خاص متخصص عن حراسة المرمى ان شاء الله عايز حاجة كتر من كده انت ان شاء الله يعني قريبا جدا برنامج خاص بحراسة المرمى فقط وبرنامج خاص بالتحكم تمام يا ريت والله يا ريت حتى بصراحة يعني بصراحة حركوا عاملين مشاهدة عالة جدا انسحوا الجمال محترمة طبعا عالية جدا انا محترمة بس بصراحة برنامج ده انا وجهة نظري هو على برنامج نسبة مشاهدة في القناة نفسها حبيبي ده لا شرط بيش هذا انا اعتز بيه يا كبتن بيش هذا انا اعتز بيه بيش هده انا اعتز بيه كلها حدية على صرعه والجماهير اتحدد اتحدد اكب القرع والجماهير ولا بكل روح رياضي لا يا فنتم كل قرام المحترمة على بكاتن الحاطين بقى انا بقول خلاص انا كسبت يا بقاتن الحاطين بقاتن الحلق اللي فات اه مزير قويس محترم جدا بصراحة اقول لك على حاجة يا كبتن احنا الحمد لله الروح الطيبة اللي موجودة بنا في منافسة وفي منافسة ولكن احنا كلنا بنخدم بعض وكلنا بنشجع بعض وكلنا فريق اعمال بالكرة والجماهير والحلقة اللي فاتت انا ده يشرفني جدا والحلقة اللي فاتت كابتن احمد سعيد كان في الكل روح رياضي تمام فكلنا واحد وتيم واحد والبرامج كلها طبعا كابتن احمد طبعا اتشعر محترمة جدا وكاريزمة بصراحة جميلة جدا صراحة طب مين طيب؟ وان شاء الله يا كابتن ماتحة لازم اجيلك حلقة مين طبعا كابتن ماتحة؟ ان شاء الله ماتحة لازم ان شاء الله اجيلك حلقة كابتن ماتحة وربنا خليك يا مكبات المساء حبيبا كاتري كابتن ماتحة كل ما اقول انا عايز اضيف حاجة كابتن ماتحة عبدالعزيزة الله ارحمه برضو ارحمه من حكام احنا فتحنا في الحكام لا كمل كمل بس عشان انا عزي اهلول انه كابتن مات اه من شاهبين كابتن ماتحة عبدالعزيز ماتحة عبدالعزيزة والنهاردة برضو كنا في عزة كابتن محمود الجهري الله ارحمه صغير من الزمال السابق مدرب الاجيال كلها مران انا على مستوى الناشئين في الزمالك اه فترتين وعمل اجيال كتير جدا من من سنة التسعين لسنة الفين وخمسة وهو في اقطاع الناشئين والبراعم فبنقول له النهاردة البقاء لله كابتن جهري وان شاء الله ربنا الكبير واخو كابتن عبدالكريم الجهري الكبير اللي كان بلعف النادي الزمالك كابتن محمود الجهري عائلة رياضية مختارة حتة الحكم وكابتن متحد فافتقرت انا لانه كابتن متحد كان قامة كبيرة جدا وكان مدير اداري جامع جدا في نادي الترسانة لان انا اتشرفت برضو اللعبتي في الترسانة اخر سنت الله البقاء لله وردك على اخر الاحزان يا ربي تبقى اخر الاحزان عند اللي انا عايز اقولك على حاجة لا لسه مش في الزمالك انت هلما فتحنا في الحكام انا شايف فيه نقلة حصلت في التحكيم الافريكي تحكيم الافريكي بطريقة غير عادية في فترة السنة دي السنة دي اكيد يعني انا بقى اتكلم بقى خلينا انا مش مقدم برنامج هنا اضيف الحتة دي دلوقتي انا شايف فيه طفرة حصلت في الحكام الافريكي والاخطاء قلت وشايف مفيش مشاكل بتحصل من ناحيته طب ليه مفيش الطفرة دي هنا في مصر موضوع الفارد موضوع الفارد اللي انا عايز اوصله ايه ما اكيد الطفرة دي اتعمل لها دراسة او اتعمل لها اا تيك تيك معين او اتعال لها دورات معينة او اتعمل لها حاجات معينة طب احنا هنا ما ناخدهاش ليه او لو عملوا شيء معين التقنية دي اشتغلت في المخلوق ماشي الجيش وامبي مالهاش علاقة بالتقنية انا من وجهة نظري مالهاش علاقة بالتقنية انا اقول لحضرتك قليات نجاح التحكيم في مصري او في اي دول في العالم كلها خلاني نتبص احنا تعودنا في البرامج بتاعتنا ان احنا نصارح المشاهدين ماشي ونوصل للمشاهد معلومة عالية جدا اولا لا يمكن احد ان التحكيم في اي دولة في العالم مفضل هستأذنك معلومة بالتقنية فضل كان طب عليكم كل رجالة مفيش اهلا اهلا مين معايا مين معايا عالي الصوت بعد اذنك اللي استاذ عمر كان مرة فتكت مسائل خير يا استاذ عمر بارك يا استاذ محمد والزعمة الحمد لله تماما اللي استاذ شريب فين مش موجود يعني استاذ شريب كان موجود مبارع استاذ شريب بيحتفل بفوزة زمالك مبارع في النهادة وبعدين احنا فعلا افتقدنا الاستاذ شريب فاروق النهاردة والله بجد بس هو كان عنده حلقة مبارع والفبروكي الاعلى ان شاء الله ان شاء الله بقى المنسب الاخر مصفي طب انا احب اعرف بقى الاستاذ عمر اهلاوي ولا زمالكاوي والله ايه احمر بس الغريبين انت بس انت ليه سألت عن الاستاذ شريب النهاردة احشان كده بس اعلا الاستاذ شريب عشان اوجه له عشان له طبعا. لا انا عارف او عايز اقول له ان احنا صعب. انت صعب اوز عمر على فتن. اوجه. اوجه نداء الازميلي شريف فاروق مقدم برنامج بدون اهداف. جماهيرك بتسأل عني. والف ابروك الفرين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله يا رب ان هيكون مصري خالص. ان شاء الله بيزن الله. ان شاء الله يا عمر. ويا رب بس ديوفك اللي بيجوا ما يبينوش ان هم زمالكوية اللي احنا كلنا زمالكوية احنا من روحنا الرياضية روحنا الرياضية اوز عمر. احنا بنرحب باي زمالكو معنا اوز عمر انت عارف الاهلوية الجوم جامد. على فكرة باش بلاديات حزم الملط. يا اهلا بالبادرشين. الزميل الجميل لأستاذ حزم الملط طبعا. زميلي وبردمج الملط افن. بس كابتن عمر هو الاهلي كمل فرحتنا النهاردة بانتصار نادي الزمالك. الف الف وروق فريقين. مش فريق واحد. شكرا شكرا لك اوز عمر. الف مهور. كنت عايز اتكلم على حت التحكيم ولا? اه ماشي تفضل. محمد رمضان نكمل حت تحكيم. نكمل حت تحكيم. تفضل يعني بس يعني باختصار سريع عشان هو مش موضوع حلقتنا يعني. بناء التحكيم التحكيم لا ينكر احد ان هو عمود الخيمة في اي في صناعة كرة القادر. طيب. انت النهاردة عشان نتمنى نقول نقطة من اول السطر. احنا النهاردة لابد من اعادة التفكير في اعادة بناء وهيكلة الجيل الطالع والجيل الصاعد الجديد كيفية قليات اختيار الحكم الشبر. انا اقول هلك على هوا مباشرة ولا مفيش دعا لتكامل. اقول اللي عندك يقول. النهاردة عشان اي لعب النهاردة كابتن احمد بروح يقدم عشان عايزة يكون حكم. ايه. ما ما حلفوش الحظ ان هو يبقى لعب كرة هايل. فبيروح يتجي الى التحكيم النهاردة الكشف بيتكتب لو مفيش قصادك حكم الوسطى بتاعتك مش هتدخل اللاجنة مش هتنجح. مين اللي قال كده? لسه هنبشي. يا كابتن الوصايت موجود. كابتن محمد. لا لا يا كابتن محمد. كل مجال كل مجال فيه معارف كده. ما ننكرش ده بس مش كله كده. طيب. احنا. كابتن محمد فيه نسبة كبيرة كده. بقى مناسبة التحكيم بقى عشان. وانا عايزة اتكلم ما خدش في الموضوعين. ماشي ماشي ماشي. انا كان معانا ضيف حدي جميل قوي في كابتن محمد الحنفي. طبعا. وسألنا بعض الاسئلة. صدقني اي حكم النهاردة هو نفسه بينزل المباراة زي اللاعب وزي المباراة. عاوز يزهر لازم. عاوز يزهر لازم. حاجة كويسة لانه يعمل تريد مصيفين نفسه كوي. انا بس انا عايزة اعزر الحكام في حالة. انا عايزة اكمل كده. ايوا. ايه بقى هو الوحيد اللي بيخرج مكروه في ايه مباراة. انا عايزة اكمل بس. وعليه ضغطي. عليه ضغطي. عليه ضغطي جميل. كابتن محمد اكمل حتيتي بس. الفضله. انا موضوع مهم. ما انت دخلت في الواسطة. اصلا انت اصلايا مش كلها واسطة. انا ما انت دخلت في الواسطة. في معظم الحكام بتيجي كده من. بس ده بيقع عبادة. انا بس اكمل بس اكمل بس اكمل بس اكمل. اربط العلاقة ما بين الاتحاد وبين التحكيم. النهاردة الاتحاد المصري. انت حضرتك قدمت ايه للتحكيم المصري. انا عارفه في دورات. انا عارفه في دورات. في دورات وندوات وفي. انا كان معاك كابت محمد فروف في حالة. اولاك الحاجة بيتم تدريب الحكام وبيتم مناقشتهم في ندوات. واجتماعات ومعسكرات داخلية ومعسكرات خارجية وبيخرجوا برا كتير جدا. وده احنا بنشوفه. بس انا سؤالي في التحكيم مش في كده. على فكرة هنا بيتم في مصر نفس اللي بيتم في اي دولة من ناحية التحكيم. ولكن انا شايف الفترة الاخيرة فيه طفرة حصلت في الاتحاد الافريكي من ناحية الحكام. ده ده سؤال. عشان في عقوبات قاسية جدا على الحكام اللي بتخزنا. هكمل سؤال. ميش. الاتحاد الافريكي نجح ان بدأ يزهر لنا حكام مفيش عليها خلاف. جدا. وحتى بكاري جسامة اللي احنا خايفين منه متقفين منه عليها على ما تستفهم كتير جدا. معناد الاهل قبل كده. معناد الاهل كتير. النهاردة بيعمل مباراة تاريخية. مفيش اخطاء. مفيش اخطاء. والمباراة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها مع حكام. اللي نوصل بالمستوى ده في التحكيم الافريقي في مهريات. ايه الالية اللي تمت خلت نجاح المنظومة دي في التحكيم. انا عايز الالية دي نطبقها في مصر. انت تقصد ليه مبناء يعني ليه التحكيم المصري لم يتخز. لا. بيتخز. بيتخز. لا لا سؤال ما فيش تأسير بيتخز. سؤالك واضحة كم جميل جدا. انا بقول ايه. انا بقول ايه. بس بعد ما. في شيء تم في الاتحاد الافريكي. خلى الحكام نكحين. عايزين نعرفوا ايه هتنفزوه منها. ماشي. طب ناخد ناخد الاراق فيها من الكابتن محمد جميل. ماشي ناخد الاراق. ماشي. وايه رأيك يا كابتن محمد. انا شايف المنظومة كلها هتتزيد وهتتتماسك بالتحكيم. اهم نقطة في في المباراة كلها التحكيم. لان لو الحكم ادى كل واحد حقه. سدق اني انا ممكن اطلع خسران. وانا بسلم على الحكم وقوله. بس هنا في مصر بشوف مباريات بشوف مباريات الحكام. في اخطاء. بيدي كل واحد حقه. وبيطلع برضه بيقولك عنده وعنده وعنده وعنده. ممكن. ممكن يكون بعض المدربين بترفع شماعة فشلها على الحكم. تمام. بس في اخطاء بيتبقى واضحة جدا نكابتن محمد. يعني ايه. يعني مثلا في مطش معين بيقبأ يعني فاول بشكل كبير جدا حوله الـ 18 وحكم ممكن يفوته. درب الجزاء بشكل مبالغ فيها وحكم يفوت. عشان ممكن يكون خايف من الالوان بقى احمر ابيض اصفر. طب اسألش. قل بقى في الحتة دي بعد اذنك. تمام. اتفاضل. هل الخطأ ده متعمد ام خطأ سهو من الحجم. لأ بص هو حجم الاتنين. هو حجم الاتنين. انا متأكد ان لو ما فيش حكم عاوز يغلط. ايوة. ده متأكد. بس ممكن يكون على حسب شخصية الحكم. يعني في حكم جريء شوية. ممكن ياخد قرار ما ما يهموش اللون ايه احمر والله بيض. استغذلك تقول الو وتقول مين معنا? الو. الو. سلام عليكم السلام. مين معنا كابت المحمد? ما عرفش مين. سلام عليكم. عليكم السلام. السلام رحبا بركات المصطفى. اللي عرفك يا كابت المصطفى كابت نحمد صلاة. كابت المحمد جلال معرفش الصوت. هو لسه مكلمني من ثلاثة المصطفى. علش يا كابت المصطفى انا الصوت برضو معلش مش واضح اوي. انا انا ازاي كابت المصطفى اخبارك ايه? كابت المصطفى اغراب نجم نادي الزمالك ومدرب قطاع ناشئين في نادي الزمالك منور البرنامج بجد. ربني اعيزك كابتن احمد ربني اعيزك مبارك فيك اسمح لماشي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. ومعايا الزميل كابتن محمد رمضان. اه طبعا علم طبعا يعني. حبيبي تسلم. وفيلسوفة تحليل الكابتن سعيدش الناوي. يا له سهلا يا له سهلا. ومعايا بقى المنظومة بتاعتك بقى كابتن محمد جمال وكابتن احمد صلاح. طبعا لا لما اقوله كابتن محمد جمال يعني المدى الخام لللاحترام والازب والاخلاق والرغولة الصراحة. طبعا. 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 انتو الوجهة المشرفة اللي احنا يعني بنفتخر بها في نادي الزمالك. اخواتنا وحبيبنا. مدربين الكطاع والبراعم. بجد حاجة ولا اروع حاجة ولا اجمل. ربنا يبارك كيكو. جد يا كابتن مصطفى. ربنا يبارك في عمرك تسلمة كبتاح. ربنا اعزك. اه. معلش ده اعز اتكلم بخصوص الحتة اللي اتكلمة يا كابتن محمد رمضان بتاعت التحكيم. ايه. وحطة الوساطة والاتقامدة. مش هده اللي قلت وساطة. الوساطة الكابتن سعيد. مش هده اللي قلت وساطة. انا قلت فيه حاجة درست او فيه نظام الطبق دور من التحكيم. عايزين النظام ده يجي هنا او القلية دي تيجي هنا. تمام. بتاع الوساطة الكابتن سعيد. انا ببنوع على الهواء. عندنا مشكلة كبيرة. سعيد البعض. عندينا مشكلة كبيرة في حتة يعني مسمة انا انا يعني بكرها وبصلاحة. مسمة اسمه الاستثمار الرياضي. ده دي كل صحيح. النظر حكم عشان يبقى حكم. مطلوب منه ان يكون لعب كرة قبل كده. لعب كرة صابت. تمام. فالنهاردة لو لو الحكم مش مقيد في في نادي قبل كده بيروح معلش انا قاتل في التشبيه يعني. بيدفع حاجة تحت مسمة الاستثمار وبيتأيد بيتم قيده حتى لو ملعبش. طبهم خلاص انا سألك سؤال. سواي سواي. 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 مصطفى بيطلع لها خطابات من غير مساعدة. سواي. او كده بتكلم على الحكام? ولا على اللعيبة? على الحكام. ماشي. بصا كبت المصطفى. ماشي. ماشي. هسألك سؤال. خليني معك للنقطة دي. انا 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 بعمل استثمار بقول انا عايز عشرين حكم. جالي عشرين حكم بعيدا بقى دفع فلوس او مضافعش فلوس. جالي عشرين حكم. انا بقى جالي عشرين حكم. اكيد انا بضربهم على ان هم يتأهلوا بكويسين. والكويس منهم بيكمل واللي مش كويس منهم بيقع. فما لاش علاقة هنا لاستثمار موجود او مش موجود. بس هي هو بيتكلم كبت المصطفى على فيه بوابة لو 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 ما تعملتش مش هيدخل اصلا. يعني لعب كرة القدم لازم يبقى لعب وفاهم كويس قوي ومارس ومارس كرة. حتى الاستثمار يا كبت المصطفى ده التحقيم برضو. انا اقول لك يعني اقول من وجهة نظر انا. انا من وجهة نظر ايه? هعتبر ان انا لعب دلوقتي زي ما كابتن سعيب يقول ان فيه لعبة ممكن تدفع فلوس عشان او حكم تدفع فلوس عشان تخش الموضوع. بتدفع فلوس. بالواسطة. لازم يكون اصاد وحكم. اصاد اه فيه فيه فيه. لا لازم يبقى لازم لاعب كرة قدم سابق. لا 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 ما بتتكلمش هنا في لاعب كرة. لا ما اقول لك الحكم عشان يدخل لازم يكتب له لاعب كرة قدم سابق. صح يا كابت المصطفى? محمد جمال دي اتنظر. ايلا اقول ما لازم اقلي كابتن محمد جمال. ودي نقطة. لو الناب ده مش مفتوح مش هيخش اصلا. مش هيدخل. صب انا عشان ننهي الجدل ده يا استوى المصطفى يا كابتن مصطفى. انت وجهة نظرك ايه فرض لك على كابتن محمد رمضان? التحكيم المصري رايح لي فيه? لا التحكيم المصري برضو انتو خدتوا السؤال بتاع فحيت تانية. التحكيم الافريكي. انا بقول بقول التحكيم الافريكي. ظهر بمستوى جايك جدا. تمام. في اسرع وقت. خصوصا السنادي. خصوصا السنادي. كون الانتحاد الافريكي من دراسات ومعلومات ونظام ودراسة. ما ياخدوا ومطبقوا هنا. ديمة هيال يا كابتن بقى عاوز حاكم دولي ممكن هو اللي يتكلم معنا. لا انا 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 بنشكر حضرتك على المدخسة يا كابتن مصطفى ونورت برنامج القرى والجماهير. عايزة عشان نتكلم اهل الزمالك يعني. بالنسبة للتحكيم زي ما تفضل بص الكابتن محمد جمال بيتكلم صح. ان اللي بيروح يقادي في التحكيم ده لازم يكون مقايد في الاتحاد. لا. يكون لا مقايد. اتحاد المصر عشان يقولك ان هو مارس مارس اللعبة. انا بتكلمش على الحتة دي. انت حضرتك بيتعايز تقول تنقل الاليات اللي وصلت التحكيم الافريقي لهذا المستوى عندنا في مصر. ايوة. اقول لحضرتك ازاي. نبحث الاول عن بناء شخصية الحكم المصري. اولا الحكم المصري بيتعرض لضغوط رهيبة جدا. الحكم المصري لم يتم هؤلاء النجوم صناع النجوم كرة القدم. واسألوا كابتن محمد ولعيب دولي كابتن احمد صناعة النجم من القاع اصعب من صناعة النجم الكبير. وهم يفهموا كلام. وهم بيعانوا. انا ممكن اتجرى اولاك السبب الرئيسي. انا هكمل يا كابتن لحضرتك. خلينا نكمل النقطة الاخيرة في عجالة كده. اولا لابد رقم واحد الاتحاد الاوروبي اه وكل الاتحادات الاوروبية بتبني الحكم بتاعها بيعمله ايه. شفت الاختبار اللي هو بتاعي يقولك داخل كلها الحربية فيه كشف الهيئة. اصعب كشف. كشف الهيئة بيتوقف على ايه? على شخصية اللي. اولا الحكم المصري بتاعنا. حكام جمال جدا. وعلى مستوى عالي جدا. ولكن تنقصنا حدة يعني مثلا مثال بسيط. الحكم مجيد ردوان مجيد. ردوان جيد. ردوان جيد. من رغم ان هذا الحكم. من رغم ان هذا الحكم لما تم الهجوم عليه لم يتمتع بالبنيان القوى عشان يحوش عنه. لكن كان واقف تحس ان فيه اسد واقف. هنا شخصية. هنا وسيكولوجية الحكم في. احنا النهاردة. احنا فتحنا مجال للملعب في في مصر هنا كبتل ان احنا نحكي ونرجم. ارخص هالك بقى والليز عليز على وجهة نظر انا. الحكم. الاتحاد الافريقي بيحمل حكم حتى لو خطر. تمام. ايه تاني? بيحميه حتى لو هو اختر. ايه ما ده لبتكلم فيه. مالوز ظهير. مالوز ظهير يدفع عنه. ولو الجمهور قال لك الحكم ده يعني صار ضغوط عليه او بدأت الهجوم عليه. يروح راكل مباراة الاهلي. راكل مباراة الزمالك. طب اقول لحضرتك المشير اللي اتجادل ايه? اما تقعد مع الكابتن محمد الحنفي وتسأل عليه جماهير الاهلي او الزمالك. الزمالك. هو نفسه لا اهلاوي ولا جمالك. هو من بهتيم على فكرة كابتن محمد الحنفي. من بهتيم لانه. طب قولنا انا انا. مين تاني? ايوه. ايوه. السلام عليكم. عليكم. ده المدام. المدام. شوف اعرفت صوتها بقى. عرفت صوت المدام على الطوة. كده براقه يا مدام. بتكلمني في اليوم. ستة وعشرين مرة. بجد. يعني. حتى على الهوى برضو بالسيس. اه والله. ستة عشرين مرة في الاربعة وعشرين ساعة. يعني يعني. من وره برنامج الكرة والجماهير يا فاندن. يا رب اني يخليك متشكرة. انا قلت بقى اغير كل اللي باتصل رجالة. انا نسا بقول. نسا بقول محمد. ده انت بقى بتفهم الفكرة. نسا بقول محمد قبل ما بيقوله كمان. اه. اديها في الكرة او لا لا. اه اه لا لها في الكرة. بس في مفاجأة. اهلوية. امس على حضراتك. قبل ما ندخل. انت حضراتك اهلي امزلية خلاص. انا بشجع كرة حلو. اه بس انا انا اقول المفاجأة على الهوى. ايه. المادام اهلوية. اهلوية. من بيت اهلوية جدا. بس خلي بالك. هي الفترة اللي فاتت دي كلها احنا اعضاء عاملين في نادي الزمالك. هي كان بتيجي. فعلا مطشوط المهمة للزمالك بتشجع بقلب. اكيد. هي وعندي بنتين سجى ولوجي برضو انا عاوز اقول لهم لهم كابتن نادي الزمالك في البسكت. سجى كابتن 2007 ولوجي كابتن 2009 في البسكت. عاوز اقول لك اللي احنا حياتنا كلها في نادي الزمالك. يعني اسألها كده انا ممكن كل اتناشر ساعة في اليوم في نادي الزمالك. او طبعا. يعني انا كمان بقيت اخير من نادي الزمالك بسبب اقعده هناك. صريحة صريحة ببك. زي ما بيهتم بنادي الزمالك يعني. طبعا بتجوز بالك ادي. انا بتجوز بالي ياربحتش. كله على نادي الزمالك على برشلونة. على فكرة دي الحياة دي على فكرة. خلي بالك. يعني احنا لينا نصيف فيك زي ما النادي الزمالك ليه نصيف فيك. فاحنا من حقنا برضو ان احنا يعني حطنا عام ستوري زي ما بتحط النادي الزمالك وبرشلونة اللي انت بتحبها. طبعا. دي شكوى. دي شكوى مدام على الهوى. شكوى. شكوى على الهوى. اه بقول يعني ياريت ويهتم بينا شوية كده. يا مدام رشا. يا مدام رشا. اه. انت كده هتودي الافداء يا كلنا. لا 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 تتوصل رسالة كبيرة جدا. على فكرة يا شكوى. اتوصل رسالة دي. انا انا بغرج يعني محمد بصراحة يعني. اه طبعا ان انا مستمر بكل حاجة. بس طبعا انا يعني بدي له حقه او ان انا يعني بزبط لكم هو حب النادي الزمالك يعني اه هو يقول لي ده بيتي يعني فعلا بحس اهتمامه بالنادي بيبقى اه يعني ممكن اكون بغير شوية من اهتمامه بالنادي. فعشان كده يعني انا بس عايزة يعني اثبت ان هو حبه للنادي بيعني بحس انه اكتر مننا. فطبعا دي حاجة ودي حاجة. طب اقولك على حاجة بقى يا مدام رشا. اه. اه. نكسب بالبطولة ان شاء الله من الزمالك. ويبقى احنا جده اخدنا وخدنا طرنا منه. ايه رائيه? لا لا لا. ايه رائيه? طب استنى استنى. اه عايزة اسمع ليجابة بقى. ده اهلوية اهلوية. لو النهائي اه الاهل والزمالك هتشجعني? الاهل والزمالك? اه. ما بلاش بقى. رسالة لمحمد. يعني هو قايت رومان لمحمد بس انا هو ايل طبعا انوا يعني اه الاهل والزمالك طبعا اي حد بيلعب باسمه مصر ما فيش اي مشكلة يعني طبعا كل واحد اه يعني بيشجع الكرة كويسة. بس انا مش بقى يعني بحس ان هو بيتضايق لما انا ببقى اه اه. انا سؤال انت مش عايزاي تضايق ولا عايزة انت تفرحي. ايه? ايه? عشان بتحديد. يا اوي فاعوزاني انا اللي افرح يا ايه. رب الرب. رب الرب. ازدقوا. ربسي جدا انا ايه. مساء الف اللي عليك يا سوزة. اه ربنا يخليك انا بس قلت ما حاول حاولت فعلا وعملت المداخلة بس قلت تغيير شوية عن كله رجالة 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 فقلت اعمل مداخلة بقى واقرب هده. عدرتك نورتينا. نورتينا بجد يا ربنا يخليك مسكرة اوه. انا انا عاوز اعقب بس على حاجتين بسرعة كده. الحاجة الاولى اللي انا فعلا مؤثر معهم جدا هي والبنتين. اه لاني عاشكة في النادي الزمالك اه يعني هي حتى ممكن تدخل علاقة بالليل. اتلاقيني بعمل ستوري على نادي الزمالك بطل افريقيا. بعمل مع ناس صحابي اه للزمالك جروب نادي الزمالك عندي حوالي خمسة ستة جروب على الواتس ايب كله زمالك. حياتك كلها زمالك. اه. طب انت دلوقتي كنت في النادي وجيت في البيت برضو مش قعد معنا زمالك. اه. اه. اقول لها احنا الحمد لله شهر الفبراير اللي فات ده كان شهر الانتصارات كبيرة. اسمه الفبراير اللي بيض عندنا في نادي الزمالك. اه. اه. الحاجة التانية اللي انا بتكلم فيها اللي حتة التعصب. اه. الناس كتير بتستغرب يعني هي عضوة في نادي الزمالك وبتيجي وكده. بس حتة الميول الاهلاوي الزمالكوي دي انا مش مش بحب التعصب. انا زي ما قلت لك انا صحابي اصحابي يعني انا صحابي اه احمد بلال ومحمد فضل. اه. اه. وهاني سعيد والناس دي كلها كلهم كانوا بلعوه في الاهلي. وهم صحابي قوي. صح. صح. تمام. فحتة الهتة دي انا محبش التعصب. اه. وهي بصراحة في اوقات كتير قوي ما بنلعب ضد اي فرقة بتشجع الزمالك يعني عشان خطرية. اه. ربنا كل الوضع. انا نفس الوضع. اه. اذا كنت انت على مد الزمالك انا في الشو اللي عندي. اه. ممكن بقى مش اتناشر ساعة انا ممكن بستاشر وسبعتاشر ساعة. اه. ربنا يحميها واحفظها هي بقى ايمة. اه طبعا لهم بصراحة. فبقول لها انت هتقيمت بنيها. هتقومت بنيها. مش انت بس. تمام. 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 كنا بنتكلم عن ايه. حكام. خلصنا بحكام. حكام موضوع حراسة المرمى اللي كنت تتكلم فيه قبل ما ندخل بقى بنفرع في المواضيع. اه. الشناوي وابو جبل. ودورهم في صعود الفريقين. لا يفتى بقى وملك في المدينة. كانت احمد صلاح. كان عيب سابق. وجن كبير. ومدرب حراس مرمى. واعد جدا. ان شاء الله. ومتنبأ له ان شاء الله مستقبل كبير. ان شاء الله في الدرجة الاولى في نات الزمالك. افضل حارس افضل مدرب. سنتين واربعة. ماشاء الله. ما شاء الله. هو بحب شغله جدا ومنظم. وحتى يعني الوحيد اللي فينا اللي جاهز ورقه ومجاهز كل حاجة. وهو. دي حاجة كويسة. لا وانا بصراحة يعني انا اشتغلت اول سنة لها مسكت في النادي. مسكت في البراعم في البراعم في ايها. ابن ابن احمر يا فندب. انا مش عاوز اقول الاسم انا مش عاوز اقول للاسم. ابن احمر صلاح مساي الخير يا مادام شيرين. الف مبروخ لنادي الزمالك مبروخ للأهل برضا يا ببارك للأهل فكرة يا أهلوية يا أهلوية برضا صح صحة زمالكوية أستاذتنا الجميلة مش أهلوية زمالكوية مبروخ لنادي الزمالكوية مبروخ للأهل أيوة معاكم الاختلاف هنا بس أنت زمالكوية لا أهلوية يا أستاذ الشرين كابتل محمد جمال بيقول لحضرتك أنت أهلوية أم زمالكوية أستاذ شريف هتليقى دلوقتي أستاذ شريف آه أستاذ شريف هيزعل أستاذ شريف هيزعل أستاذ شريف قاعد جماهير الزمالك أنت أولا أنا بنتهز الفرصة بقول لحضرتك ألف مبروخ على البرنامج الجميل بتاع حضرتك وبدأها موفقة جدا 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 وكنت من وراء الشاشة بجد أستاذ شريف الزميلة ببرنامج عيشها بسعادة حلقة عن الأطفال والمنزار عن الأطفال والمنزار كمان من الأدوات النشيطات جدا داخل نادي الزمالك وإن شاء الله بقى إن شاء الله نشوف حضرتك كده في قايمة مجلس إدارة نادي الزمالك الدورة القادمة إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا لحضرتك يا مرات أستاذ شريف شريف آه قابلتني في ناد الزمالك من كم يون آه قابلتني وقالتلي هي مسكت برنامج جديد و آه برنامج اسمه عيشها بسعادة عيشها بسعادة حاجة كده لايت خفيفة جدا كانت حالة مميزة مع دكت هي قالت بس دلوقتي عشان تقطعها هي زمالكوية 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 بس لازم طبعا أنا أهلاوي و 3 ربع البرمج اللي عندي كلها زمالكوية تمام مفيش مشكلة كلنا واحد وضع لها محمد أبو الجبل بصراحة الموسم بسراحة ليقدم مواروز هيا المعاني الزمالك موارات الدستويات موارات الدورية موارات أفريكيا برضو كان لي موارات الصوبر المصري موارات الصوبر المصري محمد أبو الجبل صاد للتربية تين جزائيا هو البطولة بطولة الصوبر الأفريكي برضو كان مساهم ما منهنا الترجي ما حطش أهداف يعني هو الزمالك 9-3-1 فشفش سالي محمد أبو جبل بصراحة بيقدم أنه هو بيقول أنه حارس منتخبه طب لفت نظر حاجة فأبو جبل أستأذنك برضو كابتن أحمد الكابتن أبو جبل كان تصنيفه في حراسة المرضى في نادي الزمالك الثالث جنش كان مصاب كان محمد عوض وعوض بعدين أبو جبل محمد صبحي ده جنش من جامل الإصابة لما جنش رجع من الإصابة بقى عوض الرقم واحد وجنش الثاني قاله جنش الثاني وأبو جبل التالي حلو أوي بقى أبو جبل بقى الأول ده هنا بقى لازم نقف هنا وحضراتك تقول لنا هو اشتغل على نفسه إزاي لحد ما خد الفرصة وبقى رقم واحد في نادي الزمالك محمد أبو جبل الضغط العصبي اللي عليه قال محمد عوض لما جي نادي الزمالك كان عليه ضغط العصب كبير جدا من هو نادي الزمالك قالك صفقة بتمانين مليون وكان عليه ضغط كبير جدا من جبل نادي الزمالك ومن أعضاء نادي الزمالك إنهم قالوا إن محمد عوض لأ هو ده منكز نادي الزمالك فالمتكلام ده تا خلى محمد أبو جبل عايز يزبط نفسه وخد الفرصة وخد الفرصة ويثبت نفسه كان عنده هدوء أعصاب محمد أبو جبل بيتميز بهدوء أعصاب مش انفعلي عكس برضو وعكس شوية محمد عوض وعكس جدا طب حضرتك تلومه في الخطأ هو الحمد لله الحكة هو الخطأ اللي في أول خمس دقايق أول خمس دقايق إنه ما تقدم خارج التمنتاشر هو حاول يستنى كرة الجيله يمسكها فلا نفسه برصة طبعا طبيعا في خطأ من الأخطاء اللي هي كانت ممكن تكلف نير الزمالك طبعا لا بس هو تدرج الموقف ولعب الكرة بشكل كويس جدا بس على فقرة كان جوه هو الكرة جوه هو على الخط ورجله هي اللي بره فلن أنا عادي تاكس بره ايده كانت بره طب كواس إنه ما فيش فار بس عشان لو كان في فار كان ممكن يعمل بس هو الفار مع زمالك كوش حلو جدا تمام ما فيش مشكلة بس لو في فر وزي ما بيقول كابتن أحمد لو هو طلع بره كان ممكن ياخد انذار وتتلعب فعلا وكان هو صعب جدا وكان هو صعب جدا صعب جدا وكنا خسرينه واحد صف محمد الشناوة طبعا معنادل أهلي بيقدم برضو موسي نهائل جدا محمد الشناوة فعلا هو حرس الأساس المنتخم يعني محمد الشناوة يستحق إنه هو حرس الأساس المنتخم النهاردة بصراحة أنا شافي إنه هو كان منقص وفزمه فيه حاجتين مشتركين في الاتنين حراس المرمى إن اللي اتنين بيقودوا الفريق يعني بتلاقي الشناوي بيالله إلعب روح تحرك بيد وهدوء مفيش عصبية بهدوء وفي نفس الوقت بجابة لنفس الموضوع غير عواد آه عواد خير عواد طبعا آه واقف في المباراة ما لوش علاقة لا عواد عواد آه ما بيتفعالش على عواد يعني إلى حد ما السباة الانفعالة عنده ومش كبير على فكرة إيه دي كرة القدم الحديثة لذلك الدكتور إبراهيم البطل رسالة الدكتوراه في إيه تنمية مهارات حارس المرمى في كرة الأوروبية النهاردة حرقتي من اللي أقدم كمان برنامج حرسطن برضا لا أنا ما قلتش حق نهاردة تبتقول له هتقول له على اسمك يا صابر لا أنا بقصد بتكلم على نقول نهد المدخلة الأول نحب أهزر والله أيوة عليكم السلام السلام أستاذ دياب مرسى مطروح آه معكم زيادة بسائل خير يا أستاذ دياب مرسى مطروح بقى وأهل مطروح بيحبوا الأهل ولا الزمالك ألف مبروك لنادي الزمالك أو أستاذ دياب وألف مبروك لنادي الأهل أيضا ألف مبروك كله تحب تقول إيه لك نسو محمد رمضان أو الكباتن اللي موجودين معنا النهاردة أنا حب أقولهم مرسى ملسى م تقول إيه لديك تحياتليك وتحياتله مطروح تعريف ان المطروح بقى في مناسبة مطروح عن دوم الزمالك تحدىirim الزمالك كان في فرع اسماء تحدى كمان منها الاسم الزمالك مطروح وفي اهل مطروح بضط انا بس قبل موضوع حراسة المرمى أحراسة المرمىCLádنا في الزمالك أبو جبل من سنتين بالزبط impressed أنتجون الرابع في نادي الزمالك الرابع أبو جبل لما جي من إيه و جاء عليه فترة أول ما جيه أول بعد كده بقى التالت كان الشناء و نمرة واحد جينش نمرة اثنين وأبو جبل كان بعيد جدا كان كل سبع تمن مباريات ممكن يدخل اسكور مرة مش بيلعب تمام فدي حتة بقولها للعيبها كتيرة جدا مصبو أبو جبل إما ما لقاش عنده فرصة مشي و رح صموح لعب سنتين ورا بعد رجع عالي جدا شايف السورالية كتن محمد بعد إذنك طبعا الليزر حتى هو وقع بعديها حتى واللاجة الطبيعي قاعد برضو يدهن دي الروح بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي انت أي مشكلة خارجية أي حاجة ضوضاء أو حاجة تركيزك هو العفر فالحتة دي اللي أنا بتكلم عليها اللي أبو جبل إما رح صموح حولها بسنتين عالي جدا زي الشناء و كده ملاعف في الأهل بفترة كبيرة فمن هنا بنتكلم عن الناشئ عندنا ناشئين بييجوا يا كابتل احنا عاوزين نقبع في نادي الزمالك وبس أو في الأهل وبس طيب يا حبيبي انت هتقبع في نادي الزمالك هتقبع رقم أربعة في مكانك أو رقم ثلاثة في مكانك مش هتلعب خالص هتقعد موسم كامل ممكن تلعب مباراة ومورتين دي ولا تروح نادي متوسط تقدر تلعب فيه بشكل كويس ومستوىك يعني وبعد كده أمثلة كتيرة الزمالك ياخد حصلت مع لعيبة كتيرة جدا عندنا عن مستوى الشخصي في الزمالك وفي الأهلي ساحبنا أكتر حد بيعمل المنظومة دي الأهلي أنا عندي مجموعة لعيبة مش قادرة تقدل أداء المطلوب جونا يلا في فرقتين تلاتة يروح لعبوا فيهم يعلوا اللي أنا محتاجوا منهم هردوا الزمالك عملها مع مصطفى محمد فرود مصر الأول دلوقتي بصراحة بصراحة رقم واحد في مصر كفرود كفرود وإن شاء الله يبقى قويس ما خلصنا الزمالك ولا لسه في حاجة اللي نتا شايفه لا ندخل للأهلي طيب قبل ما نخلص الزمالك السؤال بقى اللي يهم كل الجماهير الزمالكوية أو كل جماهير مصر عمتد هل فرق حامل تلاتة امزارات أم امزارين هيلعب 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 شوف إحنا من زمالك اختلفوا هيلعب 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 أنا أنا شفت بوسط من طيب هؤل لك حاجة هيلعب ده الاشتباك على فكرة معلقة بالتراجي تمام ده الروح اللي أنا بتكلم عليها اللي هو كانس كانش له لازمة لا بس أنا أقول لك حاجة أنا دلوقتي انت جيبت جول مش من حقك تروح تجيب الكرة تمام ده يعني فعلا أنا جيبت جول من حق اللي أنا روح والفرقة التانية جيب الجول كرة وتوصل لها بس أحييك على المبدأ والثقافة تمام بس كان فيه في الدور المصري فالسنة اللي فاتت كانت مباراة الجونة وليأت الزمالك جاب الجون وتدخلت تجيب الكرة من الجون وحارس مرمى الجونة وحارس مرمى الجونة ما اتمنى تبقى تتعمى مع الجميع بالسط حارس المرمى بتاع الجونة مسك الكرة ونم بيها وفوضل مت مسج بها وحصل احتكاكا من حق الحاكم دلوقتي ينظر اللي دخل ما دانا بتكلم فيه انا احيي طريق حامد ان هو وخد موقف ان مش من حقك انت كلعيب من الترجي اللي انت تدخل تخش البرار ما انا عارف بس عايزك انت برضو هنا في الدوري ياخد انزار ما بقول لك حقيقة لو دخل عمل كده وفي احتكاك من حقه ياخد انزار انا ما فيش ادنى مشكلة بس انا بتكلم الحركة دي خلي بالك ادت مثلا وقت دي بعد الجون نعبت زمالك امتصل حماس مش عارف ايه اتكلم عارف غير اما كله يدخل والولد يدخل اللعب يدخل يجبها ويعمل فيه توهان فيه انكسار فطارق بالحركة دي ادى انتباع اللي احنا لا احنا متماسكين حتى لو كلفه لو كلفه انزار تمام بس انا بكلمك اللايحة هتتغير طارق حامد هيلعب المباراة يعني ايه اللايحة تتغير كل كل يعني يعني مباراة السوبر الافريكي خلاص دي بطولة وراحت تمام بطولة وراحت مش هتتحسب له الانزار خلاص دي نعرفها انت اه لا دي 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 صبك وانا متأكد ان شاء الله هنعرفها قريب كده اللي هو مسؤول اللجنة هيلعب هيلعب اللي هو مسؤول عنده خد انزار ما خدش انزار مسموح للعب المدير اللي داري المدير اللي داري قال لك هيلعب قال لك هيلعب لكل الزمالكو يا فهلعب بقال لك على مسؤولية الشخصية على مسؤولية الكابتل محمد جمالي الزمالكو الجميل مشاركة طارح أمد وخلي بالك مباراة الزهاب هالقولة هتقبأ هناك خارج هتقبأ هناك اه تمام طيب احنا خلصنا زمالك زمالك كده الف مبروك لنادي الزمالك الف مبروك لزمالك طب ناخد ناخد المداخلة دي الاول ناخد المداخلة مسائل خير يا مدام صباح أيوة مسائل خير مسائل فل أيوة إزاي حضرتك الحمد لله تمام ضيف منورين أنا أعرف كابتة محمد جمال شخصيا مومة عضاية كابتة آه أهلا يا مدام أهلا بحضرتك أهلا بيكي معايا في الأكاديمال الخاصة بتاحتي بس من غير أهلا بيكي يا مدام يعني أنت كده سهرناكي أعلنتي عن وجهتك الزمال كوية يا مدام صباح لا على فكرة أهلاوية أنا أهلاوية جدا طب ما ننقل عدي الأهلي بقى إيه رأيك لا هي على فكرة الأكاديمية دي مش الزمال الكاديمية دي خاصة بي آه دي أكاديمية كابتة محمد جمال بالزبط آه بالزبط أهلا يا مدام بس أهلاوية جدا ومطلعوا بيه أهلاوي جدا ألف مبروك لنادي الأهلي بس أنا أول مرة عرف الاسم والله حتى ما حضرتك قلت الاسم أنا عرف اللي ما ممت عدي بس ما عرفش الاسم يعني. انا قلت لك الاسم مادام صباحة. اه. الله يخليك يا مادام. وانت اسعدتين بالمداخلة دي يا مادام صباحة. ربنا يخليك ربنا يخليك متشكرة جدا. والف مبروك للأهل والف مبروك للزمال. ان شاء الله نقبلك يا مادام في في النهائي وبإذن الله الاحسن هو اللي يكسب بإذن الله. دايما في روحي الرديا كميلة في. اه. اه. اظن كده. كل البرامج الرديا هنا في. اه. انا اصلا ما اقولك ده. تمام. اه. كده الزمالك انا شا يعرف ان الزمالك اخيات حقه يا كبتن سعيد. ما هو جال عشان كابتن محمد جمال. اتفضل مش اتفضل. الا الم sauOO تطور فيها الناد الزمالك. وكل جماهيري الناد الزمالك كانų دايماً تقول مفيش انتماء لتشرط مفيش كده. في الروح الرياضية اللي اتفضل عليها الكابتن محمد جمال كان في قائد. بس مش قائد بمعنى كلمة قائد العصبية اللي كانت بتودار في المبارات السابقة. في المبارات الترجج في تونس. كل اللاعبة كان كل وحيد فيهم قائد. كان عنده حماس كان فيه انتماء للتشيرت في مباراة تونس بشكل رهيب أنا مقاطع النظير أول مرة أشوفه أول مرة أشوفه كان انتماء رائع جدا الزمالك خد أنا شايف الزمالك خد ادخل بقى في الأهلي بقى احنا مستنينك عملت ووله نخرج لفصل عشان نستعد لنادي الأهل ألف مبروك لنادي الزمالك وكل الزمالكوية وإن شاء الله بأمر الله في النهاية إن شاء الله هنخرج لفصل سريع جدا لا يستغرق ثواني أوقع تروحه في أي حتة ونرجع تاني بعد مرجعنا لكم من الفصل طبعا فقرة الأولى باركنا لنادي الزمالك فقرة الأخيرة النهاردة في برنامج القرى والجماهير الأهلي وصندونز ألف مبروك لنادي الأهلي نادي القرن نادي القرن الإفريقي النادي صاحب الشعبية الأولى في مصر وإفريقيا ألف مبروك خروج فريق بحجم صندونز وإسقصائه من البطولة بهذا الأداء وهذه النتيجة بنبارك مرة أخرى لنادي الأهلي وطبعا معايا بقى زميل الجميل الأهلاوي كابتن محمد رمضان هينطلق وهنسمع منه حاجات مش هتتقال في أي حتة هتتقال هنا في القرى والجماهير فضل يا كابتن محمد حبيبا كابتن أحمد طحية ليك طبعا مبروك يا نادي الأهلي الصعود مصر والمغرب احتلوا النهاء الأفريقي الأهلي والوداد النهائي مبكر جدا كان من سنتين النهائي ده ما كانش الأهل سعيد الحظ بس هتكلم هنا عن مباراة سان داونز بالتحديد طبعا زي ما كابتن سعيد قال على مباراة الزمالك إنها كانت حرب نفسية أو حرب عصبية وتحولت لجماهيرية كانت مباراة سان داونز أول ما بدأت أو قبل ما تبتدي المباراة ادخلنا في قصة إطار ورد الاعتبار وإزاي والأهلي اتغلب خمسة من سان داونز وخرج السنة اللي فاتت لأ السنة ده احنا عايزين نعوض ولازم نعدي ولازم نعمل حاجات كتيرة لكن النادي الأهلي كان فرقة قوية فرقة قدت اللي عليها في المباراة الأولى اتنين سفر قدت اللي عليها تكتيكيا النهاردة وانا حطت خط تحت تكتيكيا 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 وفايلر فاجئني أنا بحاجتين واحد لعب قسم المباراة يعني كل خمس دقايق هو عارب بيعمليه كل خمس دقايق بيغير بيعمليه واول مرة دي اول حاجة تاني حاجة اول مرة شوف فايلر بيدافع وبيدافع دفاع منظم كان معودنا فايلر للمباراة اللي قبل كده ان انا بهاجم بلعب بره بهاجم حتى لو كسبان هنا بروح اهاجم حتى لو بلعب الزمالك هاجم هلعب اقوى فرقة في افريقيا ههاجم لا هو راح المباراة النهاردة هو عارف عايز منها ايه احترم من فرقة جدا عارف هو عايز منها ايه هاخد منها النقطة او هاخد ما يخشش فيها جون ولو دخل فيها جون هو ما يخشش التاني مذاكر الفرقة كويس جدا استغلت اللعيبة اللي معايا جدا استغلت الافرقة اللي معايا جدا اللي هم دور فشيط الاول وبعد كده عملت تغييراتي كل فرقة انكرت الخطة حتى لو هبص على الخطة النهاردة هل هو بيلعب 4-3-3 طب بيلعب 5-3-2 ولا بيلعب 4-1-41 ولا بيلعب 5-2-1-2 مش عارف لعب خطتين النهاردة بس اللي انا الخصها لعب خطت انا مش يخش فيها جون تأمين الدفاع من غير ما بدافع متولي كان ثالث متولي كان ثالث معلدين الوراء متولي كان ثالث كانه سر ذيباك ثالث ودي طريقة اكوازة برده يعني أنا أنا أول ما شفت التشكيل في النادي الأهل أنا قلت الأهل محترم الفرقة جدا وفعلا لو جي في جول مش يجي في التاني تمام لأن الطريقة دي الطريقة التلاتة دي في القلب أنا شايفها بتريح الفرقة كلها حتى لو لو أنت هجمة مرتدة عليك فيه تلاتة وقفين صح تمام ودي ترجعنا لبطولة 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحاتة كان بيلعب بليبرو والبطولة دي كنا بنلعب فرق جبيرة جدا زي كودفوار وكاميرون وكنا بنكسبها ليه لأن دايما فيه تأمين دفاع كويس قوي أنا الطريقة دي على فكرة بلعبها يعني أنا دلوقتي أنا يعني ممكن يكون ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة أنا عندي ثلاثة وقفين في الثمانتاشر واحد يمين واحد في نصف واحد تلاثة سردبكات الثلاثة سردبكات فدي بتديك طبع حتى لعب نصف الملعب أو البقريت بس تفاعة صغرة دفاعية صعبة بس انت شايف دلوقتي معلول الجنين معلول بيوصل بيوصل كأنه جناح بس بيروح ومش خايف ليه حتى لو راح وقرات قطعا أنا ممكن ممكن أتحول للنقاش مش أبقى موزع في الثمانتاشر لا لا أتحول في النقاش بس بس احنا بندي كل من المشاهدين كلهم لازم يستخدهم للصهرة الجميلة دي معلش أنا لو قاعد في التلفزيون دلوقتي قاعد بتفرج على حاجة عادية جدا أنا هقفل التلفزيون وقف فالناس اللي صهرانا دي من أهل اللي هي تعرف الحمد لله الناس عندنا خبرات وناس مارسة الكرة قبل كده ولعبنا في منتخبات ولعبنا في عنديها كبيرة فبندل الانتباع ده للناشئ الزغير قبل الرجل الكبير لأن الناشئ الزغير ده أنا إن شاء الله بإذن الله متوقع بإذن الله السنين اللي جاية دي الناس كلها اهتمت الأب دلوقتي بقى يغرز يغرز في ابنه بدل المذاكرة كان الأول يقول له سيبك من الكرة دي على أيامين احنا وانا صغير تضيع وقته تضيع وقته ومش عالي دلوقتي لا الأب والأم هم اللي بياخدوا ابنهم وبيجوا في عز البرد بيعودوا ويتفرجوا على التمرين ويعود انتناقش معايا وفي عز الحر بيجيبوا فدي مفهوم كبير ونازمة ولي الأمر أنا لازم بقى نعطي كل ذي حقا حقه طبعا أكيد أنا والدي دلوقتي بيتفرج على البرنامج ولازم بقى لما قصرت الحتة دي هو تعب معايا جامد قوي 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 وكان عنده حلم إن أنا في يوم القامة بقى نجمل نادي الأهل أو نادي الزمدك في الكورة ولكن الإصابة قعدتني بدري فأنا بقول له بقى معلش كان غصب عني أحنا كلنا هترجعني دلوقتي برضو نفس النظام لأن أنا أنا يعني في ناس كتيرا وتعرفش إلا أنا مش من القاهرة أنا من الغمر بأهلية من منصورة وبايتها معايا جدا جدا وأنا صغير بيبقى ولي الأمر عنه بحيلة انا كنت نشئنا دي الزمالك كنت أليه ثلاث تمرنات في الأسبوع كان بيقفل شغله بيجي معايا بيقعد اليوم كامل حاجات كتيرا فدي اللي أنا بقولها بس انت ما شاء الله عليك يا كابتن محمد لقابت زمالك ولقابت منتخب مصر تمام الحمد لله عشان هو كمان ساعدني هو لو ما ساعدنيش هو ومامتي بصراحة ما كنتش هوصل لك لأنه تعبوا وضحوا بفلوس فعشان كده بقول للولد الناشئ اللي عندي بقوله باباك ومامتك جايبينك بيدفعوا فلوس ليك سايبين شغلهم سايبين حاجات مهمة جدا عشان انت تيجي ما تهرقش انت تيجي تستفاد من كل دية أنت فيها تمام فدي برضو يعني حاجة مميزة وان شاء الله مستقبل كبير لنا وزي ما محمد صلاح وانني فتحونا الاحتراف وان شاء الله يبالينا احتراف بإذن الله وفي صبك برضو ليكو في لعبين من براعم نادي الزمالك محمد ويوسف هشام ابو الخير الاتنين دول سافروا روسيا محمد ويوسف احترافوا من نادي الزمالك من نادي الزمالك لروسيا تمام 2009 في نادي الزمالك ودي صبك ليكو باباهم بعاتلي النهاردة الصور وانا للأسف محمد ويوسف محمد هشام ويوسف هشام دول توقع محمد هشام ويوسف هشام دول يعني راس حربة وباك ولا راس حربة وبليميكر بليميكر ده عمل زي حازم امام بصبت اسمه يوسف هشام تحت راس الحرب ومحمد ده فروت كويس جدا بلعب النهار كويس جدا وخلاص تمت تعاقد ومسافروا روسيا وسافروا روسيا مع باباهم وباباهم كمان انا بسأل بس راس حربة وباك عشان حسام وبرهيم لا لا هم فعلا بس على فكرة هم مش شبه بعض خالص يعني توقع متنافق متنافق شوية كل واحد له شكل معين بس هم في الكورة قريبين جدا من بعض ربنا وفقهم ربنا وفقهم دائما يكون حاجة جميلة لمنطقة مصر وان شاء الله ده هيفتحوا النا باب وانا من هنا بقولهم ان شاء الله بإذن الله بعد كده بإذن الله اي لعب مميز انا يعني باباهم المستشار هشام ابو الخير ده صديق شخص اللي وكان بيلع معي في نادي الزمالك وهو أكلمني وقال لي لأن انا اشتغلت في حتة وكالة اللاعبين دي فترة كبيرة وقال لي اي لعب مميز يا كابتا محمد ممكن ان شاء الله نستغله هناك وابتح لنا الباب بإذن الله كابتن سايد عنده بدل اللاعب مليون لعب نش عشان كده بقول الموضوع الموضوع ان شاء الله جدي جدا ان شاء الله ويبقى خير للرياضة المصرية ان شاء الله بالزبط بالزبط ان شاء الله يلا نجب بقى مش عايز اقول بقى حتتك بقى نجب اقول لك انا انا اخذ المباريطين الاول المباراة الاولى هو اللاعبها بتكتيك خلص الشروط الاولاني سفر سفر كان هادي جدا اللاعبه كانت هادية جدا اي حد من الجماهير هيقول لك لا انا بتكلم المباراة الاولى المباراة الاولى الشروط الاول خلص سفر سفر طبعا اي جمهور فيه تخاوف فيه فضل 45 جيئة طب حتى لو هقدر اجيب جهون طب واحد سفر هيعمل معي ايه وكلام لكله ولكن فيلر كان مقسم المباراة لاربع اشواط شوتين في القاهرة وشوتين في جنوب افريق الشوت الاواخرك سفر سفر اعدل بعض التعديلات في المباراة قدر يسيطر على المباراة واي حد معاه تلات لعيبة بالتلات اسماء اللي انا اقولهم دولك يعني سهل جدا سهل جدا سهل جدا يغير ويلعب ويكسب واحد علي معلول طبعا اتنين ديانج تلاتة السلية لا اجيب برضا اعمل ماتش حلو اول ماتش التلاتة دول ايه الكروت دي اللي بيلعب بها في فيلر؟ علي معلول لعيب جناح لا مش جناح او باك لا لعيب اخطاء قليلة جدا لا لعيب كرة استلموا للكرة صح تسلم صح بيرفع صح بيجري صح زائد لعيب منتج فلما يبقى عندك لعيب منتج ومنتج قوي واخطاء قليلة يبقى ده لوحده نجاح عارف يوظف معي اجيه عشان كده انا ما كنابتش معهم اجيه انا معي اجيه هنا زي معلول لعيب جوكر زي اجيه يمين يلعب فيروت يلعب تحت راس الحرب يلعب فيروت يلعب وبيرجع بشوفه بيشيل كورمان على خط الجون وبيروح ويجي فلما وظفه مع معلول لو شفنا اخر 3 اربع مبارات في دوتو ما بين معلول و اجيه غير طبيعي فاصبح الجنب الشمال الدوتو ده بدء في الصفاكس هنجمي مش في الاهلي كانوا مع بعض خلينا في الاهلي في دوتو ما بين عالي معلول و اجيه غير طبيعي فاهمين بعض بيبصل بعض امتى على فكرة دايما لما عالي معلول بيطلع قدام اللي بيغطيه اجيه تمام فادي واحد عالي معلول اتنين ديانج ديانج كده لو هنرسمها على الورق لو كان في صبورة كنت رسمتها لو انا عندي الملعب ده غير دبابة لا 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 ادي الملعب ودي نص الملعب ودي ال 18 هنا وال 18 هنا ديانج بيرسم لنفسه ملعب داخلي من ال 18 لل 18 و 2 متر بسيبهم من الناحية دي و 2 متر بسيبهم من الناحية دي هو ده ملعبنا ده انا ملعبنا انا هاجري في الحتة دي وهروح هنا واجه هنا وال 90 دقيقة انا مكمل في الحتة دي ما بيتعبش اللي يمتلك الحتة دي اللي حضراتك بتقول عنيه في نص الملعب هو اللي بيمتلك الكرة باستمرها صح وده بيدي اندباعه كواس جدا للمطشاط الاهلي الاخيرة كلها باستحوازه اكتر بسبب الحتة دي وديانج عنده اكتر من ميزة واحد جسمانيا قوي جدا سريع جدا واللعيب اللي شفته في اي وضعية بيعرف يستلم الكورة ويستلم الكورة صح في الهوى بيعرف يوجهها اذا كان هيستلمها لنفسه بيستلمها واذا كان هيوجهها الازميل بيوجهها او اذا كان هيقطعها بيقطعها اخطاءه الفولات قليلة جدا فبالتالي لعيب مقتهد لعيب منتج اخطاءه قليلة فبالتالي بيفيدك عامين السولية السولية ده الوقت بيظهر بفترات غير 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 طبعية من نجاحه اهدف كويسة بيحط شوط بيحط تسعين دي اثابت بيقطع قراته قدام التمنتاشر موجود في الخلف موجود موزع مجهوده على المباراة فبالتالي مجهوده كويس جدا السولية فالتلات لعيبها دول اكلام بيبقوا مع فايلر مع حارس مرمى زي محمد الشناوي لا انا مرتاح طيب فايلر قدر يكسب اثنين سفر في مصر طب خطته اهناك خطت ان انا مايجيش فيها جورة خطة النهاردة انا اول ما شفت التشكيل شابو فايلر بعيدا عن الاداء انا عارف ان ااداء الاهل النهاردة كان الى حد ما سيء او مش اقول سيء فيه شوية تواهان وفيه شوية حاجات ولكن فايلر من التشكيل هو قال لك انا رايح لعب الساعة ثلاثة العصر في جو شمس وجو رتوبة وجو واربع افارك عندي حطهم برا حطهم قدام اعملوا كل اللي انتو عايزين قدام قدرت اجيب جوان قدرت ما قدرتش انتو اقفلوا لي من قدام وبزينه مجهود وزيما حضرتك قلت انا فيه تلاتة وراء سبتين واحد مقفل ال 18 من نحيا دي واحد مقفل ال 18 من نحيا دي واحد مقفل ال 18 من نص فيه تلاتة في نص الملعب واحد مقفل الدايرة ديانج بالملعب اللي رسمه وعلى شماله السلية وعلى يمينه حمدي متولدي محمود متولدي تمام فاصبح كده اي هجمة لفريق سانداونز حتى لو عدت من الاربع الافاركة اللي عملين يجروا متعودين على الجو ده هيتلاقي تلاتة في نص الملعب لو عطلوا شوية حتى لو عطلوا شوية هتلاقي التلاتة اللي وراهم موجودين لو حد عدى او حد اخترك هيعدي تلاتة ربح حوائد صد تلاتة في تلاتة في تلاتة دي الخطة يعني اول ما شفت التشكيل شابو فيلر دي كانت النقطة الاولى اللي تحسب لفايلر النقطة التانية اللي تحسب لفايلر هو عارف يقسم المباراة بشكل جايز جدا وهو العلي معلول لو جبنا الهدف اللي جابه العلي معلول دي 21 وعشرين الكرة دي مدرب عليها بس كان مدرب عليها بحيس ان باجي يلتشها او حاجة عشان انت لو شفت الكرة لو كانت عدت من المدافع اللي احطتها او جول كان في باجي موجود ايه واكبر دليل على كلامي ان الكرة ناحية اليمين وعلي معلول جيشاتها من ناحية اليمين بشماله ولو بصنا للكرة دي معلول حطه جون زي ده بالظبط في النجم الساحلي في 2018 في برج العرب في مبارات 6 واحد تقريبا وكاد في اول دقيقة برضه ونفس الكرة بنفس الطريقة حطه بنفس الزاوية فالكرة دي علي معلول مدرب عليها طيب هل كده اول دقيقة فيلر كنا مضغطين شوية الفاول اللي شال الانفراد اللي شال بعد كده لقيت فيلر اتجرق بسك الكرة لعب لعبه قدم خاد اللي هو عايزه من المباراة جاب الهدف خلاص يعمله اللي انت عايزه والاهل لعب على ان انا كل دقيقة بتعدي انا كذبان كل دقيقة بتعدي انا كذبان جي في الشوت التاني معلش انا حللت بكله يعني جا في الشوت التاني خرج الهجوم كله كامل خرج جزء من الافرقى اللي ارهاقوا طول المباراة جوا حرقوا على فكرة رطوبة جدا جاولة جرالدو خرج درجة الحرارة ورطوبة عالية جدا احمد متولي خرج ونازم احمد هالي الفترة دي انت احنا هنا الجو معتدل يعني لسه مش حر ولا حاجة فدي برض بحيي النادي الاهلي ورحب لاب خمس دي ايام عشان يتقلم ورحب والتوقيت كمان الساعة ثلاثة العصر دي وهم عندهم اضواء كشفة فدي برضو كان سلاح من اللي عاوزين يضغطوا على النادي الاهلي اللي هو يلعب في عزة الحر والحر بنتجود انا لا بحيي بحيي لعبة النادي الاهلي ومبروك لمصر كل حاجة صحة النقطة بس انا ما عليش خدت الكلام كتير بس انا قدامي بس النقطة صغيرة هقولها علي معلول وده انا هتكلم عليه كتير قوي علي معلول انا شفته في لقطتين النهاردة يعني ده قائد وشخصية في الملعب مع احمد فتح مع احمد فتح لما ايمن اشرف جي انزل اللي راح له علي معلول وسلم عليه وبيشجعه بقى اكتر واحد فرحان بالتغييرة دي علشان ايمن اشرف هلعب وراه الدين فرصة اطلعها عشان يقفل وراه دي اول حاجة شفتها ليه جدا التعليمات كان فيلر بيقولها في لقطة تانية معلول كان بيقول التعليمات في تغييرة معانا تريبان كان تغييرة حسين الشحات تقريبا بيدي له تعليمات بيقولو من هيروح فين أو من هجيب منين وعلي معلول هو اللي نقل التعليمات القائد اللي من غير شعره اللي هو لعيب مؤثر كمان يعني ممكن يكون لعيب كويس وكل حاجة بس أو قائد بس مش مؤثر من في الفرقة لا أنا ما بيوجهني واحد بيبقى العيب كويس ومميز وعمل مجهود جامد وروحه عالية ما بياجي يوجهني الطبيعي اللي أنا أعرف يعني أفهم منه أو أتبع تعليماته غير ما يكون واحد قائد حاطة الشارع عملت منظر علينا بس في الملعب وهو مش مؤثر يعني فصدقني والله التأثير في الملعب هو اللي بيخلي فعلا العيب اللي بيدي القائد ده القائد شخصية يعني في في فيه لاعب بيبقى شخصية شخصية قائد وفي لاعب بيكون هو شرط الكادب الأدمية وهذا لو نفتح بردو خلينا نكلم صراحة ده موجودة جدا بس بس فيه لاعبه هي بينة يعني أقولك حاجة لما نجي نقول حسام غالي شخصية قائد نجي نقول طريق حامد شخصية قائد نجي نقول كبتن شوبير برضو كان شخصية وقائد نجي نتكلم علىكابتن عبدالوحد سيد كان شخصية وقائد reach brownSI نتكلم عن شكباله شخصية وقائد نتكلم عن حسن عبدالربو كان شخصية وقائد نتكلم عن أحمد حسن كان شخصية وقائد نتكلم عن رمضان صبحي، شخصية وقائد وحصان معشور, شخصية وقائد لما نتكلم برضو في نادي الزملك الشاب الصغير المهاجم صطافة محمد هيكون شخصية وقائد هو من حسن حظ نادي الاهلي في عام في العشرين سنة . لقد تبطفق معي كابتن السعين اه creates realmente عشرين سنة في اللاديه عمارة عبوهاب جلبرتو سيد معوض علي معلول ياصر ريان بس في حاجة بس وراء بس أنا اللي متاخدى اللي متاخدى عن نادي الأهلي من سنة من بعد كابتر ربيع ياسين مفيش لعيب جه من ناشئين نادي الأهلي في الحتة دي في إيه؟ في الباك الشمال الله يرحم عبوهاب أنا أقول لك أقول لك بس عبوهاب ماشي عبوهاب كان هابي معلول بس كان برضو تتكلم كناشئ كناشئ يطلع يعني مثلا إحنا دلوقتي علي معلول قبليه كان سيد معوض قبليه كيلبرتو عمارة قبليه كابتر محمد عمارة فدي برضو في دل انتباع اللي النادي الأهلي لازم يهتم شوية بحتة الناشئة أنا رأيي لا إحنا مش عاوزين نادي وهم يحرم يجينوا فينا اللعبة لا بس ستاني خلي بالك الملعب يطلع من ناشئ لا لا فعلا بقلنا عشرين سنة فعلا الجنب الشمال عند الأهلي من جم دهب جيلبرتو بقى ياصر ريان محمد عمارة اسموه سيد معوض دلوقتي معلول أغد رأيك كابتر سعيد جداوي معاك كابتر سعيد طبعا رغز يتكلم ده على جوم المستهبل هم اللي يقول أول ده الأول يعني وقتنا خلي بالك انتهى من الوحيد الأهلاوي خلاص خدت الأهلي لوحدك هنغد بقى منه كابتر سعيد منه كبير كمان مش فوزهية فضل كتير أنا آسف أني طول لا حبيبي بس أنت جبت المفيد في الآخر باختصار شديد جدا عشان الوقت نفتحتم موضوع كتير ينقض نتكلم فيها ثلاثة أيام الفايلر إذا كان المدير الفان عمل نفسه تعلب على فايلر ففايلر طلع ديب لم يقع في نفس الخطأ اللي وقع فيه لا صارتي السنة اللي فاتت صح فايلر صفر النادي الأهلي داخل طيارة ساندونز ليس بالصدفة هو تيكتيك سيكولوجي عالي جدا وانا احترمتهم فيه خلاص ضاعت الرهبة عاشوا الأجواء في الحرب النفسية اللي حصت عليهم التعقيمة اللي كابت محمد جمال وانا قشت في السعودية وشغال في هناك مرد هناك فرق لما تلعب في جو رطوبة وارتفاع عن سطح البحر قابت وممت متر ونقصي ودرجة حرارة 27 درجة كابت محمد لايب هناك وعارف صعوبة جدا الخمس أيام اللي الأهل اللي مارسوا ميناك ده كان زكاة من فيلر اللي اتعودوا على اللي عملوا كامتا مرينا في هذا الجو في حاجة أهم هو ليه سفر قابلها بخمسة أيام احنا ليه وقعنا في مطش الخمسة عشان المعاد بتاع المطش المعاد المطش ايه سابق بقى معاد المطش على فكرة والمشكلة رحت عابلها بخمارات رحت قابلها بـ 48 ساعة والريدي هنا في مصر اللعيبة بتلعب الساعة 8 عادي جدا لما تنام الساعة 2 او الساعة 3 الساعة البيولوجية فبتصحى الساعة 12 مثلا تبدأ تاخد تفطر تشرب المشروع بتاعها لا ده مهم على فكرة الموضوع ده مهم على فكرة احنا كده خلاص يعني سابق هزمت الخمسة ان الاهل بيولوجيا مكانش مركز كان بينام اللعبة منابتش أصلا اللعبة منابتش من درجة حرارة 27 درجة متابعي الكورة والجماهير نرجو ان احنا نكون أسعدناكم مأسف لجمهور النادي الأهلي ان احنا مقدرناش نغطي معاكم ولكن كابتن محمد رمضان هامل واحده نغطى نغطى تحليلنا النهاردة سعادات بيكم ونرجو ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم ونرجو ان احنا نكون أسعدناكم طبعا لابتسام على وجوه الزمالكوية وعلى وجوه الأهلوية يا رب انصراط لرياضة المصرية ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك للنادي الزمالك أنا باعتذر أنا مكون شخص وناخد الوقت لا 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 لكن انا كان نفس اتكلم عن المباراة من حب للأهلي فانا اتكلمت من وجهة نظرنا شفتها أنا آسف وألف مبروك للزمالك والألف طبعا على فكرة أنا بشكع الزمالك والله طبعا كانتك يا نجم ومطرحك طبعا بس كابتن أحمد برضو الهدف من الحلقة اللي احنا بنوصله للناس يعني نابسيش تعصوا نابسيش تعصوا نابسيش تعصوا عشان حتة السوتيال ميديا دي في المشكلة حتى جمهور البرنامج صرحة حتى حتى أنا ممكن واحد صاحبي مثلا يتكلم كلمة أنا مش لازم أرد عليه أنا ممكن أحرج بزوئي ممكن أقول له مبروك أقول له أنا فرحت لك ممكن هو يرد علي يقول لي لا 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 أنتوا بيتكلموا بشكل وحش لا أنت بتتمنى فأنا رد فعلي لازم يبهد شوي عقلا إن شاء الله إن شاء الله دي أهم حاجة الرياضة أخلاق يا جماعة بلأي حاجة نورتنا يا كابتن محمد نورتنا يا كابتن محمد نورتنا يا كابتن سعيد زميل الجميل بقى نختم ونقول لك بمهور غير قائد ويشاهدوا حلقتنا مبروك ما دي الأهلي مبروك نادي الزمالك إن شاء الله النهائي مصري خالص أتمنى تقول الموراتين اللي جايين للادي الأهلي وند الزمالك نعدي من لبر الأمان ونشوف روح ردية قوية ما نشوفش اللي شفتها في الصور قبل كده وإن شاء الله بإذن الله هنحلل هنا برضو المورات النهائية ما بين الأهلي والزمالك في أفريقيا إن شاء الله بإذن الله ونقو المبروك حبيبي يارسو حبيبي نواقنا النهاردة وشرفتنا